من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى من إذاعة الحياة التفاهم على التسعين بوانت روا عدد جديد من برنامجكم اللي تعودت به من الجامعة نبني الوطن لأن اليوم حلقة استثنائية لحقيقة أنا مش عارك كيف نبدأها لحقيقة اليوم إذا نقاتوا بشوية بشوية معاتها نشوفوا شنو الموضوع بش نحكيو فيه اليوم مقبل ذلك معاتها نتوجه بخالص الشكر للوخيان في الهنسة اللي رافقوني في استوديوه أمن أبو خيتو وأخويا أيمن ضيفتنا اليوم يعنيها الدكتورة ربيب التويتي دكتورة ربيب التويتي جيتنا من تونس بارك الله فيها جيتنا مخصوص بش تحكي على اليسار دونك هي معنتها احنا كيف واحد يعدي مناظرة وما ينجحش نقولولو ميسيلش معاتها أخيرها في غيرها وشالله مرة أخرى وكاو لكن كي ينجح وما ينجحش وينجح وما يخدمش ولا يخدم وما ينجحش برشة تفاصيل تونعرفوها مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ربيب التويتي دكتورة ربيب مرحبا بيك شرفتنا يا عيش كعا سلامة مرحبا بيكم الكل مستمعين الكل نحب نشكر على الاستقبال استقبلتوني جيت القرون خصيصا وحصريا خطر حبيت نطلع معكم أنتما بحكم أنت أكثر واحدة تميت بمشاكل الدكاترة المعتصمين وانا كنت من دكاترة المعتصمين في معناها معاهم في الاعتصامات وفي الخارجات جزء من بيت شما كنت من الفاعلين في حركة دكاترة المعتصمين وبرك الله فيك على اهتمامك بالتعليم العالي اللي قليل يش كنا نلقاه وتو يهتم بالتعليم العالم مرحبا دكتورة ربيب هذا أقل واجب معتا بيش نتلهاو بالنخبة متاعنا في الحقيقة النخبة هي هذه معتا مشي الناس تمارس في حاجات أخرى هذه هي النخبة دونك الدكتورة ربيب أنا مش نبدأ معاك معتا كيم يقول المصري سلة سلة انتي شكون وهو معتا نشوف في تصاور كان في الفيسبوك وفي الوسائل التواصل الاجتماعي وانتي لابسها متاع ازاي متاع المحامين دونك انتي توا معتا سيدة المستمعين متشوقين بش يعرفوا انتي شكون ومبعدين نبدأو في معتا اللحكية كاملة اللي صارت لسيتك به نحب نقول أنا واحدة أمنت بالأقرايق بخاطر نكمل توا ملي عمري توا عمري ستوت الأثيمش نعطيك عمري دي ما نحشمش بيه فرحان لاني عمري ستوتلاثين وعندي الكاريري دي كل في القراءة عديتوا كل في العلم ملي عمري خمسة سنين انا دخلت نقرأ عمري خمسة سنين مش شتة سنين مش شعبه حاصلوا نجحت الباك ما دبلت حتى عام من 2005 جيت لتونس ونجحتها في 2004 و2005 جيت نقرأ في تونس سنة أولى هنا في تونس ومن وقتها ما قطعتش معناها ما قطعتش على الدراسة أمنت بالدراسة اني معنى يطور روحي دي ما ومش حاجتي باش نخدم ولا معنى مش نقرأ دروارة ومكانش مخي باش نقرأ محامية راو كدخلت نعمل درواج ويس باش نكتشف الموضوع خاطر يحكيوا على دستور وقتها يحكيوا على القانون يحكيوا على تطبيق القوانين حبيت نكتشف دونك دخلت نقرأ خاطر البرش عبيد ما يعرفوش كيمة القراءة في تونس خاطر كتجي تشوف انتي كتولي في نيفو معين تكمل دكتوراه تجي تشوف الدراسة كداش تكلف في كندا ولا في امريكا ولا في فرنسا ولا في بولدين متقدم تكتشف اللي انتي دولتك الحاجة البيهية والحمدولة وماشية اصعابة وصحيح اما فما عنا حاجة بي انو دراسة ما زالت تكلفتها متاع انساني نجمي يعمل انسكريبسيون بمئة دينار وثمانين دينار وستين دينار وفما بمئة دينار ماستير دونك هذي الاسوام الموجودة وتقرأ روحك وميمنك حتى حد خلنا رجع لك انا شني انا دكتوراه مو هنسة عملت هنسة في الاتصالات في المدرسة الوضانية الموهنسة في تونس نضم ماجستير اي نظامقديم عامينього متعامل في المدرسة الوطنية الموهنسية في تونس و Engineering Quando j جثت كملت دكتورة سنان عملي بعض ودخلت نقرة رسمت في الحقوق إجازة ثانية في الحقوق واخترت الحقوق على خاطر بالحق مرة جاني واحد دفعت على طالبة جاني أستاذ اليو زميل طوان حبه ويحبني أما وقتها ما نعمل لي هاك يا أخي أنتي لبكاته متاحة ووقتها دفعت خاطر تردت لمحال الطفلة لما دفعت عليها حبيتها توقع تقرر خاطر نمن بالدراسة الإنسان ما يزموش ينقطع على الدراسة للاسف فيها معانا سيستامتو نحكالي كانت حب مباعد انتع اللي يعمل في السيكل دانجونيور كيفاش تطردو من هنسا إن نجم سير المشاكهية وقتها تطردت رغم اللي جابع معادل عشرة على خاطر فيما موديول يجبها تهزو فق الويت احنا كنا نجبها تهزلي موديول كل فهمت دونك تطردت وانا وقتها مقبلت هيش الحكاية صاحبتي تقرأ معايا ومشيت لكل شابة ديبارتمون وقتها نسلم عليه نحب بارشته وخطر وجهول وتحية هو قانونة كيكة قال يتي لموكاتم تاحا من وقتها قعدت تدور في موخي دور في موخي الدور لين وليت معانيتها قريت حقوق قريت حقوق قريت حقوق تلك اروحي مرسوم غير ما نشعر صاحب الله معانت انسپيراسيون للناس اللي تسمع فينا دونك الدكتورة ربيب انتي عندك حكاية الحقوق قضية نرجع لهم بعد اللي هي فعلا فاديتك معانيها في مسألتك في قضيتك حكي انا مش حابب بنقول قضية باك طوى انتي معانيها الدكتورة في الهندسة الكهربائية ايه في الاتصالات سامحني في الاتصالات كيف هما مش بعادة عندي امتريز راو انا دخلت زيمانية اللي نيت معانا امتريز في الهندسة الكهربائية ما شاء الله ما شاء الله ربي زيدوي بارك دونك انتي معانتها الدكتورة امشيت بانسير واضحة الطريق مش تعدى كونكور متراسيستان عديت كونكور متراسيستان منجحتش كما تنتظرني خليها بين الظفرين انا جوزر انا عندي فرسيون ايه وانتي بتبيعة انتي اللي تحكي راموشان انتي عديت كونكور بالنسبة لي انا كمتفرج انتي عديت كونكور ومنجحتش باهي مش عجبتك انتي كلمة ما ميسير شاطهم بعد انكتشفوا انك نجحت معاني وخرجت النتيجة مطلعش اسمك معاهم فهمتني باي مطلعش اسمك معاهم انا هني بش نقفل هنا وانتي كم باي اوكي قبل ما نبدأ نحكي عالكونكورسة اللي انا عديت وكل شيء نحكي اللي من الفين وثمنتاش تخرجت وقت لي ما تخرجت وعملت الدكتوراه وقت عندي تروى بابي امباكتي عندهم عامل تأثير نعم تلاثة نشريات علمية مش علمية ذات عامل تأثير ذات عامل تأثير انا اربع في 2018 انت كنتمشي تولى جوجل سكولر تضع 2018 اكاهاو سنة واحدة تلقى عندي كاتب مريقاسي اربع عشر نعم تخلت باستدوك باحثة بكلية الطب في تونس ومش سهل ان تدخل غادرة باستدوك لازم عندك سكور بيه وانت سكور بيه وانت دجاه حرفيه هنت سوى الطب دجاه باش انت تخدم على لديين نخدم على البحث نخدم على توسكي كلاسيفيكاسيون متاع لسيكنس متاع لديين اللي هي شنية الجينوم البشري مثلا نكتشفي نخرج في دي سيكنس ونقرروا هيدا معنا كلاس وذي كلاس وقاعدا نعمل في دي باز الدوني مش واحدة ومش اثنين ومش ثلاثة والكلاس متاعنا بيه والله يفهمها فهم موجودا نتقاطع بين أحنا وبين الشي اسمه انواع من القردة القردة خرجتنا في البازل لا فم دي جي خطرين دي جي كنت شاك في العقل هم موجودين تقاطع مع أريد في العالم فم يمانيون سيتركم برش عنا في هيد ثم دي سيكنس عنا تقاطع مع القردة ونخرجتها في 2020 بحث متاع 2021 لا انا انا تقاطع حتى مع محبنا الضحكة مستش نالعو الموضوعنا محبش معديس اللي صار شنوه اني من 2018 دفنت روحي في مخبر نحب نقولها دفنت روحي في مخبر حتى دفنت روحي في 2019 ونحن ندخل ثلاث سنين في 2018 و2019 روحي ثلاثة بحث من أقوى بحث وفتنا ثلاثة التجارين تدخل مجموعة وثلاثة التجارين وثلاثة مجموعة تعلمت أن تدخل وقتها لكي تقاطع وقتها لدوطة وقتها 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 تقررني وقتها تقول كان في فرنسا نقوم ملتار تعلم ما معناها السبعة الأصباح ونفيق مفقني أحد نفيق يعني يجي ورأي شكون نفيق نعم القاتل ثماني متاع صباح نكون في اللابو ويشجع لي يرون ناس الكلا ثماني متاع صباح نكون في اللابو الروح التاسعة العشرة نشرب التاي مع العساسة نعاود نقولها شربت التاي مع العساسة نتعال فاك دوميسين نقام طايب تاي قتل بربع كني رشف ويحبني برشا وان حييكا يسمع فيه بالله نوجه له تحية العساسة اللي عاوني أنا بادي شربت مع العساسة وعاوني عليه صدبة ويحل البيب خطر مسكر ساعات البيب تعفق دوميسين يحلوا خطر يسكر خاف فهمت نعرفونا الأساس بالكابة يعرفونا نعم نعادي كل يحلم وما خممتش في حتى شي وما خممتش لا في كتاف ولا في فسايد ولا في حتى شي حلمت حلمة اني نفرح وقتها عائلتي واني انا نثبت ذاتي مش حتى عائلتي خدمت على روحي يجبني نلقى بلاسي في مجتمع نعم تعبت معناها تعبت يجبني نلقى ثمارها تعبت بمتاعي لا أردت بشي انا لا أردت لعبدي يعطيني بلاسي بذريعي بذريعي بمخي ومشيت نعدي في كونكورومتامات كل يحلم والناس لكل وقتها شوف انا كنت خايفة مجمع للمبر قلت كان يهبط شرشر ما نعرف بعضنا احنا 49 واحد وسميهم لك الكولتاو احنا في تونس احنا 49 واحد من قدش من مخبر يمكن كان تارة تارة تسعة مخابر في تونس كل عثرة مو دوسينيال معناها معالجة لشارة وصورة تسعة عربين الذوكم كنت خوفهم يقول لي انت ياك بشد بلاسة و احنا رانا بشن قطرهم لا يولدي نجي مجي واحد من فرنسا دوسي خير من نحكي وهاكك احنا لشارشو قال لي على الدورة مش من فرنسا من تونس من تونس وكان قبل يتبعوا فيها فهمت يقولوا يا ربي براي ذي كباز بش تنجح الحاسية وشني اللي صار الضحكة ذي يا ري الضحكة استنزاء مانش فرحانة نعم 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 قلت لك كل تعرف ما كلمت حد مكلمت حد ممنة بحاجة قلتني فاك دومتسين مانا غادي قلت مداما قلت فاك دومتسين بوستدو مدامني سيفي متاعي في اللي كنتران جيلولة في الرن قلتني قلتها 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 حظ الله حظرت 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 وقتها قلت نقولها وقتها بابا مريد كونسير وقلت نحكيها الأول مر الله يرحمه بابا يمشي صالحة زيد نطلع معايا في التاكسي نخليه واحده يمشي مياه يقولي بنتي برا امشي اخدم يقولي بابا نكوة بحذيك يقولي لا أربعة سوية ونمشي على روح ونرجع له وساعات يمشي مياه يكمل بكرية يزرف بالعاني يمشي الراوح للدار بشيخيي نعم في البحث العلمي من من بيه بابا هو أكثر واحد من من بيه هذك عليش انالتومت قلقه راني الله يرحمه كان فهم واحد عواني حتى في الارتيكل كوفيد لا باكتر سيسم عام البحث ستة بابا يطلع لقاتي بابا يسهر معايا وساعتين نرقدهم في الدار وقتها كوفيدا وبابا هو من من بيه هذي من الاخر كان فهم واحد عواني في حياتي فهم حتى واحد يتمزى على صحيح الناس كون عوانوا في بعض مية كمزية بابا هو اللي تمزى عليها في حياتي في جهد شتنا عدي صارت تجوزات موجودة راح تريدارة استعرفت وقتك ما عم فهم مش مشكلة فيها اللي هو تجوز لول تجوز لول تخرج في فيفري ونجيني في جواب رسمي من عند الوزارة في إجوان باش نتفسروا بالله بعد إذنك باخن نحن جوزة هي جوزة فيها مجموعة من المعايير والمقاييس كل مقاييس عليه أعداد مثلا عدد النشريات على خمسة مثلا عدد اللي كور القرات هم على عشرة مثلا فمن بعدين كل واحد يجيوا يصنفوا الباحث أو المترشح قداش عنده في هذه قداش عنده في هذه قداش في عنده في هذه ويحسبوا لهم دعنا نبسطها ياسر دعنا نبسطها بالقانون أكد بشي فهمها هو الانتداب في الوظيفة العمومية عموما يخضع إلى معايير انتداب سواء معايير موضوعية ولا شخصية المعايير الموضوعية لا يوجد نقاش الشخصية هي اجتهاد ورد الجوري النجدة وقع الشفاه لكن معايير موضوعية هي شهيدة الوظيفة ولا شهيدة الدكتورية ولا شهيدة الماجستير ولا شهيدة الماجستير لذلك يكون هناك شهيدة مجبارين إذن أن تسمع نقاط الموجودة في هذه المعايير لأنها تسمى معايير موضوعية هناك معايير موضوعات لا يوجود الاجتهاد تقول انت شاهد الدكتوراه في الثلاث مودي وثنياء مثلا وانا عامل كونكور معلش لشارة والصورة معاناها ناخذ النقاط كاملة متنقهم تنقص ليش فما مانسيون مثلا فما انتي والمانسيون مثلا انا اخذيت احسن مانسيون ناخذ نقاطي كاملة قبل ما نحكي في المضمونة اللي ربحت بي قضية مشكن الشكل اللي دار عطا برطوح كيف رغم نحب ننبه الكونكور الجاي للدكاترا مش جاي الروح يا نتاو جاي للدكاترا في تورس كاملة خطر هما تولوا عندهم امل انه يربحوا قضيان كي يتظلموا فما الشكل وفما المضمون دي ما في اي قضية ولا في اي حكاية فما الشكل وفما المضمون مثلا تراتيكم اخضر نحن نقاطي كونكور انت تعمل قضية خارج الاجئة المحك ترفض لك كي تعمل مثلا كونكور ما هو مطابق للشكليات المعترف يتضمن مبدأ المساوات مبدأ الحياد مبدأ المساوات والحياد تكافؤ الفرصة دم ثلاثة ما بدنا تلعبش معهم من المحكمة الإدارية صار خرق لمبدأ فيهم هرقوا وتربحها قضيتك من المحدد أنه كونكور خرقه في 2019 خرقه في 2018 اي حدثه في 2020 اي حدثه في 2019 حتى في 2020 أصبح حدثه في 2020 كم نحن نتحدث في جوان معناها انا نعلم اني بش نعدي في جويلية كم من الجواء وغيري يعلم من فيفري ومحظر روحه ومحظر الإكسبوزير ومحظر كل شيء أريد أنه لا يوجد ضربة كفاء الفرص كيف أوقع إعلامه؟ إعلامه بالميل بحثه لجمال فما دجاري ترى مستعرفة وعندي محظر معاينة أريد أن نرى كل شيء موجود نعم أجبت معي جوزت وشنوري المشاهدين أخذ الملف بتاع القضية ماشاء الله نحن نحب هنا نستورة معناتها فما ناس علموهم تسريب بالقانون يتسريب معنات فما ناس وقع إعلامهم ونس لا نحن نقاش إعلامنا ويذا مثبت عندك مثبت معاينة عند عدل المنفذ الميل وميل رأي ولد في القانون حاجة رسمية وثير طرس طبعا ما حدث؟ هذه أول خرق روما زالوا أخرين خرقات أخرى هذه قتلك المشكلة الإدارة أنا لم تشكلتي رواللجنة ظلمتني صحيح لكن الإدارة تواصلت في ظلمي أنا لم تشكلتي اللجنة الإدارة التونسية قرناها في القانون الإداري ونجم معناها كان غالطة يكذبوني أنا قرأت في القانون الإداري في الدرواء قال لي الإدارة يجب أن تلعب دور محايد يجب أن تكون محايدة كالقضاء الإدارة التونسية في المناظرات يلزمها بالعكس تراقب المناظرات فما أي تشك من أي مترشح يبدأ شي غالط هو تنظر فيه بجدية حتى لو كان غالط لأنه مهمتها يجب أن تتعين عباد أو تصبح انتخابات عباد في أي مجال نحن نكون متعينة في أي مجال يخلصوا هذوكم كل المناظرات يخلصوا عليه أنت في مراقبتك للمال العمومي للمال العمومي نحن في عدة ضرائب نحن نخلص في الموظفين في مراقبتك يلزم الإدارة تلعب دور تكون محايدة وتلعب دور رقابي وتراقب هي الإدارة تشعر المتهمة أنا أحب أن نفهم نتوجه الإدارة قلها أنت دفعت على اللجنة وحاست أنت في موضع تهم أنا رأي اللجنة هي التي ظلمتني ربيب الإدارة ماذا تقصدين بالإدارة؟ الإدارة هي إدارة وزارة تعليم العالي وإدارة المتحانات والمناظرات التي توجهت لها وظلمت لها ونبكي كمتا رشيحة وقالت لي البي في عطوهولي بعد مطلب نفيل محضر جلسة نعم محضر المداولات محضر المداولات محضر المداولات نعم في رشارش على جوجل شفت الأسامية أنت على النجحي ثم واحدة متأطرة من رئيس اللجنة لكن دخلت للإزارتيك المتاحة نحن بشيت قبلوه لكن البحوث يجب أن تصير لها النشر نجد أنا عندها بعيدة معناها أنا سكوري في الرشارش غايت 14 متاع الكلاس مو متاع الدكاترا وهي 5 سكورها للنجح بالله دكتور ربيب نعم بعيدة أخرى تبا أنا نكون المؤثر متاعك وانا نشد أو نشد عضو فاللجنة ليست ضرب نعم نقرأ قانون يقول لك يبدأ عندك مثلا يبدأ عندك أخوك أمك أبوك أبوك زوجتك أو عائلتك ويجب أن يجب أن يتقوم حتى القضاء قادم لديه جار ماناها في القضايا يجب أن يتخلق على القضية ويجعل يغيره هنا هنا التعليم العالي نسائل كيفية مشكلة في التعليم العالي ليس مشكلة هنا كهذا ومشكلة مقبل رأي موجود برشة ظلموا وحتى توديهم حياتهم لا يعرفوش كيفية يخذوا حقهم التوا مقهورين يقولوا يعطيك الصحة رابب أن أروا وقف معي برشة أساذة التوا في الجامعة كلموني وبركوني خاطر هم الظلموا كل عام من حكايتك من هكا بالنسبة لي أنا شو نقول القانون يجب أن يتبدأ يجب أن يتعين رئيس لجنة لا يكون لديه حتى قاندداء وزوز تعينهم من الوزارة وليس واحد زوز تعينهم من الوزارة أو حل نعطيه لهم البسيطة سيئة دكتورة لا نعطيه لهم حتى البسيط الذي يأتي معين ليس لديه حتى قاندداء أعمل مهر تيكل حتى قاندداء يعني نقصد في التأثير التأثير يمشين تنجرعين وزيرة أسمع لم أقلت شيء في موخي تحب كان يكلموني وليس موجودة كلام الوزارة وكلام الوزارة في مجلس النواب وقت سائل رسالة ليس سائل عليها على شخصي قالت تقييم شخصي ونعرف وذلك قالت كمهما تشوي الوزارة القديمة قالت نعرف ولي فما في التقييم تنجم تصير على شفاها يتقصد وكل شيء لماذا نحاول أن نبدل الوزارة قالت ستعرف أنت أنا كنت أدري واحد أنا كنت أطر واحد خمسة سنين وخمسة سنين وجهي في وجهه مغير ما نشعر يمكن كما جيتش معناها محشط المنعبادة مغير ما نشعر مغير ما نشعر طبيعة البشر عبت خمسة سنين وجهك في وجهه تلقى عن بعد في انتي جوري مغير ما نشعر وهو ليس يعادي يقديمك شي فيه أكيد ليس تعاطف معه أنا ليس نحكي عن ما نشعر حتى نحكي على طبيعة البشر يلزم تصير مراجعة متعروق أسائل لي جيل ما يبدأ عندهم حتى كانديدا شرط من شروط الترشح كرئيس لجنة عامين لا تنقدر في شهد كونكور مثلا أعمل عام تخلى على انقدره مو لا هي ربي براية سهلة الحكاية انت مثلا تخلت أنا منقدريك واللجنة فيها ستة معانتها الأخرين الأعضاء انت على اللجنة ما يعرفوا لي بابيه يقول له بكل لطف تسمحنا توا تسمحنا نقطة خمسة ليس لزمة ستة لعل قضية تتبدل القوانين نحن نرجع لك للخروقات الشكلية باه خرق لوليني أنه تم أعلام ناس وناس لا ليس أعلام رسمي عن طريق الميل عن طريق الميل أنت تصني شبكة التقييم في فيفري نعرف اللجنة خطر اللجنة تجتمع وقت تجتمع اللجنة وتعمل شبكة التقييم تعرف لي ما تفوتش هذيك المناظرة هذيك مش تفوت ستة شهر نحط مجال اللجنة نعمل صحيح نخدم عليها نقوم عليها نزيد نضيف 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 أنا كما نعرفش نحط كل شيء يقول لي خرجت عن موضوع مركزتش برشة زين برشة زين بيه نرجع هذية لولا ثانية حاجة ثانية حاجة وموثقة لدارة كل شيء نحكي بالوراق بالوثيق الثانية أنه توقيت متاع اللجنة أنا عندي القانون منظم ونظرات في الساعة وفي المكان المحدد لكنه لا يقول لك ثلاثة متاع العشاية ثلاثة متاع عشاية يقول لك يدى ساعة متاع القائلة يقول لك تسعة متاع السباح ستتتتتتتتتتع متاع صبح هكا ألا ؟ انه هي ما معناها الساعة واليوم والمكان تتتتتها هذي مفه الله نعده واضحة حسنلوا وقتها نعدي ثلاثة تتتتتتت لك حسن التوقيت بالضبط خطر انا من قيدته وانا التوقيت خطر عينته التوقيت يجار لداره استعرف تقاطب ممتش من المناظر عادي شكلت المناظر يكلموني يقولوني ربي جا عديتا انت نسلك سؤال انا في جوري انا لجنة ونجي نقول لك انت تعدي العشية ونجي نقول لك ايجا تو ترفض انت انا غشخلت لهم مللو قلت لهم مللو قلت لي انت شو شو السؤال يسألوني مللو انت وين ربي بسبوع بواحد من اللجن قلت له في سوسا انا وقتا قلت له في سوسا غالطي قلت في سوسا ذلك غالطي اللي عملت ما كذبتش شفت انت كي ما تكذبش معناها كي ما تكذبش ما تمنعش غالطي قلت له في سوسا قال لي اسم عملا عندك نص عبش نجي مسيو قلت لاني نعدي ثلاثة انا معناها ثلاثة لعشي ان الملموع نفتر نعم نقاطي في عقلي نراجع لإكسبوزيون طيعي ونمشي نعدي قال لي لا يجا يجا خنا نكمله بكري انت تنجم ترفض اللجنة قتلك يجا تنجم لا تنجم لا تنجم نحب نفهم انا نوريك تحب نعطيك لإدارة قتلك نرمى قالت هذي ما حدث وبعثت لي زادة عليش بدلة اللجنة زادة اعطت الروحة السلطة التقديرية انها تتجي وتبرر اللجنة قتلك خطر فم واحدة تغيبت السباح حبوه ما عندش حق انا نعود نقولها خطونا نمشي ونحبوا نحن فما قانون فما قانون فما مش لفتونا سيزون احتر مقوانين فما قانون منظم فما قانون منظم وهذا الكل رانيين ربحت قضيتي بالمظهور موش بالشكل راه زادة نعطيك الذوم الزوز اللي صارو الذوم الزوز لدارة قاتلك ميسايا شميساوش بشكلية انا نقول لها لدارة انجنرال اللي هي ادارة امتحانات ولا ادارة المناظرات السيد الوزير بالعكس انا راني من راي كانت مدام الفاق قبل الوزيرة وانا ما معناها تواريت كانت تعرضني في الشرع نسلم عليها ونبوسها كان لزم خطر انا ما عنديش مشكلة مع الاشخاص اللي ما في بالهم شبية انا راي مش في شخصك كوزير راي ما نش عام معك مشكلة انا انتي في شخصك انا راي انتي المنصب اللي انت فيه اذا انا بيك بيش نعترض ولا بيش نحكي بيش نشبدو الوزارة وبيش نشبدو الوزير بحكم هو المكالف القانوني بسما بتاحه احنا ما عنيش مشكلة مع شخصه المشكلة مع اجراءات هي فيما اجراءات ان ثبتة انو تم خرقها انا من حقي بيش نطالب بحقي هم قالت انه ما تمسش قالوا ما تمسش هم تغشوا هم يردوا عليك معناها مش قابلين اني انا نشكي ومش مقابلين اني انا نقل معنا ندفع على حقي انا كوطلق مشيت نشوفت النشريات متعلي نشحو تعرف والله العظيم ورحمة بابا وربي وبابا معنا هزوز حلفت بها يكن تشوف النشريات متعي انا تبكي دم تبكي دم ومش دموع شنية معناها يحبوا انا بعثتلي عبادة ايش اخدم معايا شنية يحبوا يخرجوني يهجوني من البلاد انا قيادة وتعرف عليش قيادة خطر عندي مع عائلتي عندك حق تيخذه مش حتى حق انا عندي مع عائلتي الدكتور حتى اللي ما عندوش انجاجمون ياخذ حقه هذي بلاد تونس لا فمحني انا انا حس فيه توقع بش نتذب عليك فرحانة القضاء انصفني تحية القضاء تحية القضاء لي داري بالحق ننصح كل واحد ظلم في اي كونكور انا صار ليقبل شو ظلم في كونكور اخر المدير العامة وقتها متعادة تالفزال انا بعثوا لي كونفوكاسيان و بعد ما عداوشي فيه نجحت في الكلاس مو متعادة وبعثوا لي خرج ونمر مو يخرج وقتها نهار عاشرة يوصلي نهار حديش ووصلي نهار تسعتاش اللي هو الكونكور تعدى تسعتاش ووقتها تشوف ما نعرفش قانون كيف ما نعرفش قانون شوفش صار لي مخديتش حقي خطر خوفة نشكي بالدولة ياولادي اوامش نعطي توا شوفت كنيس ما فيها عابد اي عابد مهي قلقش الكونكور شوف الدولة هي لتعطيك حقك اشكي كان بالدولة امشي تقلت جاء القضاء الاداري راهو فما كل شي مبسط في الانترنت تعرف قضية تجاوز سلطة حتى مغير موحام اذا احنا توا بشن معتها بش نخرج وفاصل لكن قبل الفاصل نحب نقوله راهو القضية ليست ضد شخص وليست مع الشخص وليست لا القضية ضد اجراءات ادارية معانتها كل طرف يثبت انه معانتها اصحيح فيها ودجافة ما احكام ادارية ثم بعدين نحكيو عليها اذا مستمعين الكرام نرجعو لكم بعد الفاصل ان شاء الله من الجامعة نبني الوطن مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى نجددو لكم التحية من إذاة الحياة تفهم سعيد جدا باستضافة الدكتورة راباب التويتي راباب احنا قبل الفاصل كنا نحكيو على المناظرة وعلى الجانب الشكلي في الحكاية كيفاش نتعدي مطلات يقولك ايجا تسعة ونصف ويجا تاو ومعانيها حتى البروفيسيوناليزم تحسها الحكاية به تاوة انت مثلا نعرفوا احنا نحن كنكورماتراسيستون وانتي عندك دوسي فما الوراء لذاك الشي فيه اشعنا فيه تاو نجيوها ذاك ولو انت في بداية الحاسة قلت هو حر يعطيني سفر ولكن حر انا نحطها بين الظفرين هو مش حر بش يعطيك سفر معانتها كي يقف قدامه معانتها جماد الدكتور من جمش يعطي سفر فمعانتها كلمة حر لحقيقة انا نحطها بين الظفرين لكن فما حاجات اخرى واضحة قدش عندي من بابي هاوش ناخذ عليها قدش عندي منكور هاوش ناخذ عليها انتي صار لك تجاوز في النقطة هذي اي بيانسور اذاك عليش ربحت انا اه اه باي خانزين نحكي بشن الشبكة تقييم فيها ثماني نقطة عدوسي وعشين نقطة على التقييم اللي متاع لللجنة في اشي فيه نعم نعم باي بالنسبة للثماني نقطة هذي متاع الدوسي عندك ولا ما عندكش هذي بش نقول عندك ولا ما عندكش عندك أرتكلوات أو لا عندك نشريات في ملتقيات أو لا عندك شهيد ماجستير أو لا عندك شهيد دكتوراء أو لا وهذه أديجات نجم تعرف نتيجتك وحدك نجم تعرف نتيجة نتيجة واحدك مع أستاذ أي أستاذ ولا يحدك نجم نقول أن أحسب لي بالضبط لأني واضحة تقول لأني حسبولي في الإنسان تحسبولي وفينيينية تحسبولي أنا أريد أن أرى دوسيك ونحسيب لك ماذا؟ ماذا؟ 80 ماذا أخذت عليهم؟ رباب لا أحب أن تتكلم أغير أسأل ماذا؟ أعطيني أشياء حارة وقتها لماذا لم ننجحت؟ حكما أن دوسي متاعي قوي فأنا أخذت أثنين أو ثلاثة في السبوزي قلت أن أعطيهم كنت أعطيهم أثنين كيفاش أنا قرية في الفاك وهاكا وهاكا لنرى لماذا؟ لم أفهمت حتى إجابة ملقيتها في مخت حتى نعرف أن ينفوت 69 بالدوسيك ومشيت الإدارة الامتحانات تطلبتهم أن أعطيهم وقت أعطيهم وقت أعطيهم ورقة مطلب نافذة أعطي هالي قال لي لا تخرج من الفاكوة من الوزارة ولا تخرج وهاكا توجهت إلى هيئة النافذة نحييها بديدية الحق المحكم الإدارية أنصفتني لكن بديد ناخذ حقي من هيئة النافذ للمعلومة بالحق تحية لكل العاملين في هيئة نافذة المعلومة نعم هيئة نافذة المعلومة ضلمت قدامها بعد بريود أعطيهم المحظر المدولات التي فيها تقرير المقاررين على الدوسي وفيها اقتراح اللجنة في كل شيء ريت حتى رأيهم فيها ما عندي وما عنديش ما أجبت ناقص وما أجبت ناقص ما أجبت ناقص وما رأي عني إلا نكتشف أن النوت لا تطبق ناقص النوت متاعك تأخذ النوت وتنحيها الورقة التي أعطيها فيها النوت وتأخذ شبك تقييم جديدة وتعمرها بالنفس المقاررين تقرير المقاررين ليس تقريريين هما خدموه خطر المناظرة فيها خمسة أسادة جميعين زوز يأخذ الدوسي متاعك هما يحضروا التقرير وصنعوا التقرير ذاك وفق التقرير ذاك يأتوك النقاط متاع ثمانية هذوما هما المقاررين ايه كل واحد عنده مقاررين عليش اختاروا أعوز أنت نفسرها بالقانون بخطر شربين القانون اللي يداري رأي بالقانون يختاروا زوز كيف من امتحانة ساعات يصلحها زوز في الفاك؟ بش كان واحد غلط الأخير يصلح بالفعل الزوز التفق اللي أنا عندي تدوسي فيه لزارتيكل للكنفيرانس معنا الملتقيات الزوز موجودين في التقرير متحسبتش أعطاوني اثنين ونص ورغم أنه الملمون أنا انتهى لتصا معpieدي لتحول التى ونقحم جوق刚 بجدين وأنا كان يزدوني ستة نقاط ونسط كيف نتصرف ن theft أولا ولا ! لات doppلانك الواقع من 9 و Crisp من دائمikan لتع kontroll او shoo wam الاثاني يحصل الى ٦٦٤ ٦٢٦ ٦٨٥ بدأت إلى ٧٣١ الجانب الى ٧٣١ رجع الى ملتقاتي شوفوا ملتقاته واحدة منذ أيضا والسطة محتوطه قالوا بلى والدكوليس وقالوا شهدون من أهلهم قالوا لخدمة بتاعها باهية معناها في رأيهم في الأخرين تحب نقراروك نقراروك باهية الرأي بتاعهم قالوا وراء النفو بتاع البابليكاسيون بتاعها باهية ومنهم واحدة في برتوغال في فونشال في جزيرة مطايشة بالمغرب و برتوغال هنا مشيتل على ثلاثة طيارات تخديد ثلاثة طيارات في المشي خطر هم يمشيوا بالطائرة الداخلية تمشي بطائرة داخلية تمشي بطائرة داخلية ما عناش طيارة لتونس في برتوغال وعنا الطيارة قبل بنهارين من الكوف ستة طيارات هم انتجا نقصو لك ستة بوانات كل طيارة نقصو لك على نقطة شوف اللي يقه ركشنية انا خرجت وقت عطاتني شوف الدولة عطاتني وقتها زوز منين واربعمية مش قلقيت قد ديك عطاتني الدولة التونسية أخطت المو شيت تحكيت واحدة منهم على تثنيقات يعطوني زوز ونص سنة على الكل وانا عندي واحدة باركة واحدة منهم على تثنيقات والاخرين يعطيوني معناه الكل تسعة نرمال مو عندي تسعة مش تنية ونص نعطيك فما كونف كلاس بي اللي هي معروفة هي ياسر ياسر ادخل لها اسمها بيون فرماتيكس عندها اكثر من 13 سنة وما تختصها في الدومان بتاعنا اللي حتى استيتي صبت فيها ومتقبلش كتقبلتانا دي جاء فرحة قتل يزمك تمشي رابا بتصرف بالحق ما عنديش فلوس وقتها منخدمش في 2018 توجهت وتحية زادة البروفيسور في الينيت ما عاجته وهو على رأس الشي اسمه الليكول دوكتورال في مدى السوطاني مهالسي في تونس مشيت له قالي ما عنديش فلوس خاطر ما الحق وقتها في ازمة مالية في 2018 صاحبت متناز كان يتم تمشي ازمت تعرف كي قتلوا كلاس بي كي قتلوا مشيو هكا نحن بشي كلاس بي لدينا حاجة كبيرة كلاس بي وذيما كل وكلسي اما هذوما كلاسي معنا عندهم فالور قالي بالحق قالي بـ شيبلي اللي هي كلاس بي شيت جبطت له كل شي اللي هي كلاس بي تعرف والله وفر لي زوز من 24 طبعا يبش خرجت عمل قلقيت الملتقى ذاك يرحم ولدي اي ونلقى الوحيدة اللي في تونس ونجيب لك تو ما زال عندي الكتب متاح الوحيدة التونسية اللي قلقت محاضرة غاديك في الملتقى بحث غاديك ورقة بحث هي انا ونلقى واحدة اخرى تونسية ما جاي من باسم كندا جاي شفت الوحيدة الجاي باسم تونس وبدت منهم ليلا بدت للشارع زامرا إلا ما وبروف سخف عليه سخفته على خاطر شروع يصار أعطوني زونة 400 تصرفها ما تجيش بلورو حاجة كبيرة ملتقى مكتعرف صغالي والمشية والبيية واللي وذكر للقى عندي في الاخر صنورو معناها مية نورو يا نبيت باها يا نقود شعان ونخلي روحي مغير حتى فرنك بعد ما كملت كل شي بعد ما كملت الملتقى مويز مني نبيت باش غضون اخط طيارة شافني بروف نورمال ما نبيت في الوتيل نخلص على روحي جاي معه زود طلبة تصور انت واكيد ما عنديش كونتاكت بيها ما يرحم والديه يتكلم بالعربية ما يعيش في فرنسا وقت اللي شافني ونمشي ونجي وشافني على البحر قال لي شبك له انا قلت له ورا ما عنديش فلوس ورا لنجوش ببيت وهو الوقت هلوطيل على البحر يا أستاذ قاعد تصور انت معناها بش نتموه الناس اللي هنا قاعدة في بيسين هو بيسين وبحر وطيل في بورتوغال في فونشاء شافني قال لي شبيه كل شاي قلت لوراني انا ما عنديش ببيت وقالوا كيفاش توقض مغرب انا جبت جامعة طالبته وما عندوش ملتا حاجة جامعة طالبة متاع وراجل كبير مشاري وعمالي هكاية وقالوا كيفاش تبات طفلة وطفله جاي قلت لوراني من تونس ورا كذا ورا في ازمة مالية ورا في ثورة تصور انت بيتت ليلتها في الوثيل وقبل ما بتفوتين قاعدت للبرد نس تتعشى وشيخ وشيخ وانا مخي يا راببكي فاش باش تترقد الليلة وتتتنح علي في الكنكور متتحسب ليش راني تقهارت لا تفعلين وفما حاجة خريزة نحو هوملي اما اكثر حاجة ستة نيقات ونصره مش لعبة اللي هي كلاس بي وحدها وحدها ثلاثة نيقات والورك انتي على ستة عطوك ثنين ونصر على ستة عطوك ثنين ونصر وهي هذي واحدة بارك ثلاثة وهي ضربة القاضية شنية للنقص الأرجلال الفساد الفساد شنية انه المعلومة تكتشفها انا كما جاتش عندي كيفاش حسبو انا ماشي بلعطوني يسفر في اللورال خطة 69 يجيبها بالوحتي معناه 69 يجيبها من غير بسفر في اللورال بالله انت يا دكتورة ربيب انت عندك قدش عطاوك في اللورال هو قالوا لي لول قالوا لي لول اخذ 11 وان اخذي 9.7 بزيرو السيات ياخد موراه 9.7 9.7 لعشرين فصل 7 عليش بله يقدر السؤال من عطيهولم بربي عليش فصل 7 علش لا عطاويني خربة ونص وخمسة فصل سنين لا, لا اعطيك لحظة عندي كل شيره اما هو الفاصل ما ربما انا نعطيك خمس والاخري يعطيك ست والاخري يعطيك سبعة كي نجمع ونقسم وربما تجي برجيل يمكن 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 شو لحظة لحظة عطوني 4.7 على الكاليتمت على الإكسبوزي اي بورتو اقتقالوا لي بالحق عندي كنفينس في روحك ومحلى الإكسبوزي ما يسيلش هاسي 4.7 على ثماني على الإكسبوزي وخمسة على الإكسبوزي على الإكسبوزي معناها أنت كل جماعة من 9.7 على عشرين لا أستطيع بعيدة برشة على الأول على الأوراق 11.5 أو 12 فما حاجة نحكيها ماذا أنت يا ربيب مخذ ستين سوى ديزان على الدوسي لا أفهمت ماذا نعطيك الورقة هذه ونعطيك دوسي ومازال عندي الدوسي وحتى مغير دوسي نعطيك تقليل مقاريرين نعطيك تقليل مقاريرين خطاء مادي صلحوه أنا ما نمشيش للسؤنية حاطر يقولك الأصل في الأشياء والإنسان هذه في القانون زي دارا نحكي ديم القانون الأصل في الإنسان هي حسن النية نعم أنا نمشي بحسن النية حسن النية غلطوا صلحوا مطلبت شيئين مسألة الإصلاح هذه وكل شيء نجيوهم بعد أما توا خليونا باش نوضحوا للناس هذه هي نقطة أنت توا تتقدمت بمطلب لنفاذ المعلومة وتحصلت على أول بيفي يخرج من الوزارة ربش يكون في بالك هما شنو اللي سيصار هو في العادة اللي جين فم رجان بهيرا فم رجان ألورلا أنا عندي برشة عبادتاوت في الماتر دو كون كونكورة أكثر جرات ونحترمهم ونقدرهم على الأخر ونحبهم على الأخر بصراحة الوقت صحيح يجو في لينيت لو عنا احنا في المدى السوطنية مهانسين احنا الكونكورات براسك يتعدون كل عنا براسكا مش نشوف الخدمة خلنا نرجع ونحكي انتي كتجي لجنة تعينها يلزمها فيما حاجات معاينة تعملها هما في قبل ما كان شي خرج هالبي في هذا هي السر كل في البي في في التقرير حول اللجنة وأشغالها تسمى محظر المداولات من أول مداولة اللجنة حتى اللي أعلنت الرزولتاء هو السر لهناء انك تعرف حقك هو قبل ما كانش يخرج خطر ما كانتش عنها هيئة اسم هيئة النفاذ المعلومة بالفعل وحتى قضاء الاستعجالي الإداري انا عرفت قضاء الاستعجالي الإداري ما كانك زادة من المعلومة برشا عباد ما تعرف هايش انا مكونش تعرف هايش نعم العباد ما تفهمش علاش خطر ما يصير نشر لا حتى شيء والرهنك كان فيما سكول في الانترنت مع اي واحد فين هاي مستحيل هايش وراوي إيسيتك تحكي فيه روي انت بقى على المناظرات كل فطر المناظرات كل فطر ديجري هاي اللي صار شنو اللي صار انك تحصلت على البي في دي جا عرفت اللي عندي حق واضح ماخدتش صفر فلورال ومشكلة تلقى كل حاجة نقصة بالفرجول تفهم لي فهم حاجة قاعدت نشوف التقرير حسبت الواحتي خذت تقريه واحدة بديت نحسب هايشت البروفيت راه مش وحدي راه فهم البروفيسوريات غير من نجمشنا خطر فهم يقولك أنا جميلي وزميلي وزميلتي وقعدنا في الزميلة يحترمهم مصيح ونحبهم وكل شيء اما يزم ضدها قلمة الحق تقار نعم شكت البروفيت حسبولي قال لي هايشت الربورة ذيب ولا رابورة ذيب ولا رابورة ذيب على أقل شيء 79.75 أقل شيء 79 75 معناها أنت توفدت النجاح لول لا أنا أصلا شوف ليزارتيك الوحدهم حتى سكوري في سكوبيوس ليك سكوبيوس ما كتعرفوا بطبعنا سكوبيوس تدخلوا سكوبيوس وتشوفني وتشوف النجحين سكورهم تلقاني بعيدة ليس حتى فوضو أقرب واحدة وانا فوضو كما انت مدوشت معايير البرة اللي يقيموا الدكات في العالم لكل خاطر الدكات لك فش يخرجوا ما هو يقيمهم بسكوبيوس وطمسون ايزي ريسيرش جايتو المشكلة الشنية انهم هما الناس كلك يتخدم في بالهم ما فهمش نفاذ أنا كعملت النفاذ عرفت حقي دي جاتهم برش عباد بس ما كيفش خرجت حتى العباد اللي خرجت البي في أنا كي خرجتو ريت في المشكلة عنا في تونس ولت العقلية متاع عندك معارف حتى العباد كي خرجتو من الأول ما قلت له مقال يخي انتي عارت وعطتولك الوزارة ايه عطتولي الوزارة قلت له قل لي عابدك قديك معارف قلت له قل لي عطتولي الوزارة عن طريق النافذ المعلومة هاي البروستوديور دي جابتها في فيسبوك ما هي دكتور الربيب هي راي ثقافة راي ناس الناس توا ما زالت اللي اللي يتحصل على مستندات وكل شي يقولوا عنده المعرف يا ناس راي فما هيئة اسمها هيئة النفاذ الى المعلومة الى المعلومة وراهي سهلة وراهي بلايش فلوس على ما يبدو بلايش فلوس هكو لا فمدي اتقدم بمطلب وتدلي بما يثبت معناها صحة الديعاء لا صحة لشيح انا أعطيك هذا عملت دي جا النفاذ عملت روشارش عن نفاذ وعندي مستير كلم لعنفاذ عطيني النفاذ الى المعلومة داما عندك صفة مو صفة مطلب هو مطلب عادي ذاك موجود الاستمارة اما راه مش شرط تسبلهم تقولوا مش لو حشتي بمعلومة باش نعرف لا تعمل اتعامر مطلب مثلا حشتي بالصالان بتاعك انا وانت اخذ فيلي تاتيك اي مثلا اي حشتي بالشهرية متاع واحد يخدم مثلا الطبيب فلان فلاني قداش يخدم راه النافاذ المعلومة بدامه هو خرج اسمه في الرايد الرسمي تنجم تتحصل على المعلومة ذيك لا لي شيء الا حاجة برك لانك مواطن تونسي اي مواطن تونسي عنده الحق ينفذ لأي ادارة ومعلومة الا ما يمث الامن العام اللي فيها الدفاع وفيها التوسكي معناها اي حاجة تمث بالامن العام اللي هي الدفاع وش اسمها داخلية فيها حاجات خاصة معناها سرية نعم ذكم الحاجات المحيبة ما يتعلق بالامن القومي ايه وما يزموش مستد المواطن الشخصي ما تبشيش عم ما نفذ معلومة وقتش يروح وقتش يجي لا انتي حاجتك بحاجة سلامة المواطن الشخصي ما يزموش مستد المواطن الشخصي اما انتي حاجتك بحاجة مثلا الفلوس قداش تصبت للأبو مثلا هاو نحكي معلي شر 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 يعطوك كداش تصبت وين تصرفت وين مشيت وشكون مشاء وكيفاش مشاء طو سامبل مو لانك مواطن تونسي مش لانك دكتور ره ما غير ما تبرر عليش حاجتك به المعلومة ما غير ما تبرر عليش حاجتك به المعلومة اذك دجان نفذ نقروفين معنا احنا حاجات بارمين حاجات تعلمنا نعم نعم توا الوقت يدهم فينا شوية يزرب الوقت اي يزرب شفته تباركالله اذك انقدموا شوية في الملك اذك انتي توا شفت اللي معتها محضر مدولات ولقيت انه النوت اللي ماخدتها بعيدة برشا على الخزمة اذك ممشيت للساذة اذك ممشيت للمحكمة ديريك توجهتها لا قبل ما تمشي المحكمة انتي مشيت لدكاترة وقلت لهم تره يجيوا احسبوا معي الساذة جميعين الساذة جميعين تفضلوا احسبوا معي كل ما كانت غالطة لا يعمل نحسب حسبوا معك القوي كل ما كانت غالطة لا نعرف احسبوا شوية بالحق شكيت في عيني نطف عليك والله شكيت في روح ويقول بله فإن اللهم كيفانداء ووحكي تلك توجهت الميليزات ميليينيت حتى في الجينيتيكي وردي عودوا يعملوا احسبوا لي عرب او راذي بايها اثنين ونص holy Assafde لا يوجد اثنين ونص نقطة اقل نقطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اي كي تحسب انت تجيب شي حاجة باركة تجيب واحد كيفاش اثنين ونصف النصف شنية النص ايه النصف فما حاجات راهي وقتها نسكل رو يشكل فيها قالوا لي رو عندك حق اما راه وفوفك عليك فما عبادة حتى وصيت مؤثرتي نواجرها تحية خفت عليها هي لا لا فما اشفك عليك فما حق يعطيهولي خفت ايه لحكيلك انا انا مانيش نسب فيك ومانيش نشتم فيك حشيك هي وقت معايا راه نعرف 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 نفسي في عاما واحد يمشي طالب حقه وقلوا اكتسايب عليك اكتسايب عليك عليك سايب عليك انا نطلب في حقي بالحكس نصالح في المنظومة انا انا نطلب في حقي نجم كونا نتوا عندي عامين واخدمتش اللي هنا خدمتي المامونت سالمها في 2020 راه انا اما صالح المنظومة انا على اقل تواريك تواب بلي صارلي وفي بالك سطلي كومبليكاسيين وروا حتى في صحة العادية راه نحكي على مرة أفرق هو يكفي انه هو يكفي ونستأذن منك معناتها الدكتورة راباب وسمحني ونستأذن زادة من السادة المستمعين معناها الدكتورة راباب كي بديت في القضية متاعه وبيت في المشكلة متاعها كان الوالد ونستأذن منك دكتورة راباب اللي نتعديش ها الموضوم نحبش نحكي فيه برا نتعديو سامحونا ملا الله يرحمه بابا الله يرحمه نعم يرحمه دونك انا نحترم رغبتك الإيراني اللي ريت عليش غايظني تاو بابا غايظني فيه حاجة انا موقفش وشايفني انا اخي ربحت قضيته نهارا الجلسة اللي بكيته مش في ما انا شوفت انا حاجات في الجلسة عرفت المحامي هناني قال لي سيبون مداما قالوا فما خارق القانون كل شي رابابة سيبون ما خاطر يفهم المحاميين كل شي بكيت بكيت من وقتها في الكلوارة بتاع المحتم معناها انا اذك عليش راني ندافع تاو ندافع خط ظلمت ندافع خط ظلمت الناس الكلو وهو معنات الدجاء اللي حابيت نقولوا لا يرحمك اهو خطر ما نحترم مشارك مثلش رابابة نسالش نواصلو اذا انت توجهت بقضيتك للمحكمة والمحكمة الادارية في المحكمة الادارية قومت محكمة الادارية حبنا نحتي حاجة مع احترامي لكل مؤسسات الدولة انا احترامي بمؤسسات الدولة الكولورانية وذيك اللي تعلمتو في الدروعة ومعنديش مشكلة حتى مع جامع ولا حتى مع كلية ولا حتى مع بلاس لكن انا عندي توا احب مصيق عباد معينة كانوا في سوبات كان غلطت ومسيليش مش تعرفوا مسيليش متكملش في الغلط واقف صايا ما عادش تكمل رفما اميني مامرة انتي غلطت مرة جيتك نبكي وحال تحديله وحكيت لك رانيانا رنم المنجيلولة وكيف اش خدت النوت هذي مبرر ليش وقتها عليش خدت نين ونص ومشيت الرئيس اللاجنة انا تنقلت السوسة على حسابي اللي خلصت وهنا في السيف صبولي قداش من مشهر ببعضهم يصبوهمني فخر العام صرفت مرقضاء وعلى طبعان وعلى ماشي السوسة ومشي بالسوسة لطف على اختي لطف على اختي باي خيكملت حتى واحد ما برر لي يوردي برروا قلتول متعفسط قلتول ما شنو صالحوا لي غالطي حتى قبلت السيد الوزير انا نهار خمسة جافة نهار عيد ميلادي لشن اذكرها وفرحت وروحت دارنا مش طايرة قلت لهم صيبونه انا بشتصلح غلطي الحمدلله لا وقت خمسة جافة نهار الحمدلله علي قلته اما هو ما سارش رواحت مانا فرحانة قلت فما عدالة وفما ناس تخدمه الحمدلله وفرحانة ما تكلمت الجملة من خمسة جافة سبتة فيوري تفاجأني انها تدافع على اللجنة في مجلس النوال خاطر وقتها جيت مسائلة على قضيتي بحكم من اعمال ترتيق الكورونا الناس كل شافتني في التلفزة البحث العلمي شرته في احسن مجلة امريكية جينوميكس من اقوى مجلية في جينيتيك نعم نعرف وخدمت الخدمة ذيكة معناها شرفة تونس في وقت اللي العباد مش فهمة كوفيد انا قلت روا فيما تقاطع متع الزوز جينوميت اللي هي البونجولان كان يسمع فيها للمستمعين وخفاش لتو موجودة النشرية متاعي عندي تعرف لتوى 16 سيتاسيون من عالم اجمع لتوى حتى العباد تراجع فيها في امريكا وفي فرنسا وبتنجم تعمل تلع على البحث ذاك نعم بعد فجأت اني معناها ان عرفتك اللي مش يفوتوا عليك الاجيل اما الحمدولله شكيت هما شنية اللي صار اللي صار اني عملت مطلب تظلم تنربح وقت انتي كتشكي قبل ما تشكي تعمل مطلب تظلم في الادارة الادارة ما تجاوبكش عندك اربع شهر لتعاود تبشي المحكمة اجيل اربع شهر زي دي ما عدت شهرين كهو تصبح في ستة شهر الحمدولله اعملت ظلم وعاودت شكيت في المحكمة لما سمعت حتى رد من الادارة اني فاعدي فما ردك في شي فاهي عم جيت وناخذوك في انتي هاو دوسيك بهي في مثال منهم واحد من الادارة وكان نكذب بالله كان نكذب يكذب امتي كذبني انا امتي كذبني انا امتي كذبني فانعاون نتكلم بالنسبة للحق الرد مضمون في ذات الحياة تفهم عانا اللي حبي يدخل 70-35-120 70-35-120 اللي يحب زي دا نعطيوه الفرصة باش يجي الستيديو ويرد راو حق الرد مضمون اما انتي توا قلت كلمة من عرش تقصدها قلت قالوا لي اتوا وننجحوك ايش معني اتوا وننجحوك ايش نقول اتوا ايش نقول اتوا واحد من الادارة في وزارة التعليم العالي كان نكذب يتكلم يكذب يعطي روح وخاطر قال لي اسمعني قانون جاية معناها بالعربية يخدموا قانون مختصين في ثلاث موديو سنيان قال لي زي دا نحب ننصح كان المحامين يخذلك فلوسك وثلاثة سنين قضية على الأقل قدرة ربي عم جاية تنجح تونيخذوك تونيخذوك عندي محضر معاينة ايش نحب نخذوك اذا كان انتي تونيخذوك ما الفازة افهمني بل بصير الدكتور الربيب انتي كنقنجيك انا لانو عندك مشكلة نقولك تونيخذوك هذه نجمة نقوله الامن تونيخذوك 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 لا تفقد مصدقيتها الكونكور جملة تونيخذوك نحكي لك خروقات شكلي مناظرات الجامعية في كل شي في قضاءة في المحامات في العضو المنفذين في السادة الجامعين مولياني الإدارة ليست مراقمنا لا لا فما عطرفت لدارة قتلك ما ما فاماش الخروقات هذه ما معاناش مشكلة فيها لتبديل الوقت قتلك قاملي نجحوا مهوشهم هم نفسهم بعثلهم لقري معانا انا سمحني يا ايدارة بش نعود نجاوبها اوترامو هو كيبعث مثلا الجماعة معايدين يعني كونت منياني انا شو كعا تنبع في الميل انا ومشا انسو في خرج الواحد دروناش ميخرج العشرين ببتبيعة ببتبيعة انا كيوصلني ميل مش نعديه لأصحابي بيسير اي بطبيعة اما انا من اعلمش اي انا نبشي انا كايوها الناس جيني يمكن انا وكعبتين را ما فبناش بالله نعم 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 اذيان حب نوجه نداي ديما راني انا حتى خاطر اول واحدة تربح قضية واحدة اول واحدة عاملة درواء مش نراني بطل را مانيش بطلاء تعرفنا شنية الحاجة اللي نفعتني في حياتي اني جيت دكتورة في سيونتيفيك وربي يحب مش انا حتى الحمدو لله ربي يحب ان يكون طالبه في القانون دونك اول حاجة قريتها والله شاهدتني انا بش نرسم في القانون بصراحة والله شاهدنا بصراحة شاهدنا بش نرسم الناس كل نصح فيهم يرسم بالقانون دو زي من نصنصكة الناس كل نجم يعمله بالفعل انا اني جيت نعمل في القانون دونك فيما حاجتنا عرفهم احنا نقراهم انا من بديت نقرا قانون خاصة كي والدت نعرف حقي وين موجود ما عاش نخليه كان انتي تجيت مثلا متحفظش او شو نقولك حاجة كي تعرف حقك ومتحفظش عليها راك ما عاش نجر متدفع عنها ريخ لحق العبيد طبعا فهمت تذي الريق المشبه وما ضاع حق وراه طب من تبيع من عام حتى قبل القضية رانيان قبل القضية نمن بالقانون يقولنا الاستاذ قررانا في الدستوري واستاذ اخر مسيو كامل شرف الدين وجر قررانا اول زوز اثنت اشفتم في الفاكة استاذ كحاتم الرويتبي ما نحبش نذكر نفس المعلومة يعطيه هلك ما ضاع حق وراه طالب ما ضاع حق وراه طالب نفسها نفسها يقولوها لكلهم دونك الدكتورة ربيب توا انتي توا ربحت قضيتك في المحكم اليدارية انصفتني والحمد لله معناها انشرت قضيتي في في نوفمبر الفين وعشرين توا احنا في الفين واثون وعشرين عندي عامين نرمال منخجر قشقت وانتي تتبع في القضية من اللي صبيتها تحية للمحامي زادة الاستاذ عبدالجواد الحرازي زادة تحية لي زادة خاطر هو الاجراءات وكل شيء حتى الاستشارة معناها ريت انا ماني سنتفيك دونك انا نخدم الحاجات دفوعات انا معناها خدمتهم هو يشوف الشكل كيفاش عملت ويشوف لي زادة معناها كلام قانوني معناها نجب ان نكتب حاجة ناقصة زادة يقول يا شويني هذي كذلك خاطر رأي سبيسي فيك قضيتي رأي ذيك المشكلة هما اللي دارة وليس يقول مثلاً هكا كلمة ذكت قالتولي خاطر تعرف اللي انا كانت هذنة هذنة مثلاً جيني سيفي ومن نفهم بها مو الهنا اختي ربيب الهناه موزادة يغيب على الناس اللي تقول مثلاً القاضي اختصاص وحقوق ربما يمي مي فيمشة اي رحم والدي كيفوكيتم فهم اي مو توأينا صحيح كقاضي أني مطالب باش نفهم في الجراحة وفي الطب وفي الصيدة لو في كذا ولكن أنا أستعين بخبارات لكن القاضي زادة ذي الحاجة اللي ديما في فق القضايا هبطوا معناها موجود معناها يقررون احنا في الدرواء معناها الأحكام القضائية من اللي بدأت في ابتداء حتى التعقيب وديما يركزوا على سد على حاجة يقولوا لسيدة رأوا المشكلة في الناس اللي تعمل في الدفوعات في تجاوز السلطة ما يستعملوش ما يمشيش المحامي حتى تتجاوز سلطة قضية تجاوز سلطة تنجد عملها واحدة كم مواطن لكن تخسر تنجم تخسر من بعد شنية إنك الضاء ما تظهرش مثلا أنا نقول رأوا فيما تجاوز سلطة وكذا كذا ما نجيبش الأدلة القاضي كيف يحكم لك يلزمك أنت تستشير حتى تستشير واحد عمل باك في الدرواء معناها في الدرواء هذه ننصح بيكل واحد باش يقدم قضية تجاوز سلطة يلزم أنت تبين القاضي منصار خرق القانون هذا يحكم على الأوراق معناها يلزمك تجيب أدلة ايه لدراء خرق القانون لقد تجاوز سلطة يلزمك به أختي ربيب أنا مقدر لحقيقة حالة التأثر اللي أنت فيها وحد كل شيء ولكن أنا سألت شوية قبل مسياتك تشرفنا وكل شيء وشفت نقطين بشي نقولهم لكن هلتتعلق لي عليهم الحاجة الأولى يقول لك اللجنة اللي أنت سيدتو نفسي لا أبار سيدتو نفسي يقول لك هي لجنة استشارية حتى كي تتعطي للوزير تعطيه توسية هاي كلمة الموجودة عندي نتاو نقترح عدم شو 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 نتعطيك الجملة للمواطن اللي سمع فيه نتقترح اللجنة عدم انتداب السيدة رابب تويتي في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي مع مدت معالجة الإشارة والصورة بالرغم من استفاءة لحد الأدنى المطلوب من اللجنة معناها أنا كنجو أكثر لبوسترانيانا ناجحة ورا أنا أنا بعض الناجحين بروت بسي جاءت السيد ساحطوني دونك كاجات ستر بوستويت سترانيانا ناجحة ما عنديش مشكلة دونك هي أول حاجة معانتها كما قلنا هي لجنة لجنة استشاء خانكملك سؤالي دكتور رابب وانتي تفضل خوضا باهي والحاجة الثانية معانتها المحكمة اللي حكمتلك وانتي أدرا بالقانون مني المحكمة اللي حكمتلك هي محكمة إدارية وطبعا فما أحكام إدارية برشا معناها أحيانا لا معناتها لا تبقاتها هكا قل لي هكا يقولون لك خاطر مشيني يحكي وهذه وكي تقول لي أنت مش صحيح أنا نفرح ماذا بي يكون مش صحيح هكذا نقول لك مش صحيح هل هو ملزم ملزم القائد شو حكم قضائي كانت تجي قاضي اللي هي سلطة تنفيذية تحت سلطة قضائية لا ما هو السألي أنا عندها سبغة إدارية ما هو هذية فما شو شو جوز اللحظة بركي مالك في النقطة تينا طرح تمونا نشي بالنقطة بالنقطة النقطة الأولى بالموافقة اللي هي سيدة الوزيرة وقتها اللي بنجيبي في الوقتها ذاكة عملت بالموافقة مالنمش عليها ترفع ليش هو شنو يسي يعملو خنا نعطيكم القرار القرار الإداري الشي سيري كي تقترح متلا وتصحح حي ما تعرفش يبين سور الدوسياش فيه مش شو تجي كل واحد كونديداء فما ألف العباد يعاديوا يقولوا مثلا ألف دكتور عاد مش تجي تشوفهم الكل تدوسي صحيح ولا غالط سوفر ركومونداسياني اي بالموافقة عمرك ما ترى غير موافقة أما ما نقول يصير عندها شهرين الإدارة تعرفيش هذه في الدرواء أطول عطيها لك انت إن شاء الله رك تعرفها أما تعطيها للمستمعين أي قرار إداري أي قرار مهما كان قرار وزير الوزير هابط اليوم أنت يدير مثلا عنده الحق فك الشهرين هذوكم يطعن أي إدارة تنسية أي إدارة تنسية تصورة بلدية معتمدية وزير قرارنا في قانون الإدارة حاجة مسلمة نورنا نورنا ما يعملون هما عليش عملينا وقت وقت هذك وقت إذا عاني تسمى بالعربية نسيته هنا الوقت هذك كان فما مشكلة بعد ما ينشر نتائج أنت تتواجه الإدارة تظلم عليش عملوها لحكاية ذك مش لوزير ينطر وكان فما مشكلة القرار يسحب بالقانون وحتى لو أنتج أثر عندك شهرين تسحبه أنت في الشهرين هذك عملتها عملتها من غدوة إذن ممتاز جدا إذن مستمعينا الكرام نخرج وفاصل ثم نعود لموصلة الحوار مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ربيب التويتي إن شاء الله من الجامعة نبني الوطن مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى نجدد لكم التحية من إدارة الحياة التفهم نوصلوا حوارنا مع ضيفتنا الدكتور ربيب التويتي اللي جاتنا من تونس اللي كانت رفعت فضية إدارية ضد وزارة التعليم العالي أو ضد اللجنة اللي تعديت أمامها في كونكور الميتر اسيستون وأنصفتها المحكمة الإدارية وأحنا هنا الحمد الله وأحنا هنا من نجمه كان نتوجه بتحية حارة من الأعماق للقضاء الإداري اللي بالحق القضاء بشكل عام والقضاء الإداري والإنسان لحقيقة يعيش في بلاد فيها قضاء معنتها عادل يحس بتمأنينة كبيرة الحمد الله دكتورة ربيب يبدو أنه مزيل عندك ما تقول في حكاية شبكة التقييم بيقبال الشبكة التقييم ما ننساش خطر أنه ننسى نحب نحيي زميلتنا في العديد خطر حالت لي غنية معناها أنتوا مطلبتوا مني شين غنية دونك على عهدي على ديني بحكم أنا مموثلت الطالبة بكلية الحقوق نعم نهدي تح نعنا الغنية دي لكل أخوتنا الفلسطينيين بالكلية الحقوق والعلم السياسي حانت فلسطينية أقربة بماك حقوق برشا بريسك ما أنا محبش نحكي بريسك الكلهم أجمع إنهم منتخبوني معنا يحبوني ونحبهم إن شاء الله عندي معزة خاصة عندهم في خالبهم تحية تحية طيبة المستمعين المستمعين الطلبة الكل وبشكل خاص الطلبة الفلسطينيين اللي يقرأوا حقوق في تونس وطبعا تحيتك اللي الأمنة بخيط وصلت بش نحكي يا زادا قبل شبك التقييم على القضاء الإداري إلي فما برش عباد متعرفش إلي قضاء الإداري روما شفت أنت وحكي تعارك معجاره ويمشي يشكي العدلي نعم يعرفوها الناس الكل معناها يمشي نشكي بي نشكي بي المشكلة في القضاء اللي ديري لعبة تخاف يقولك الدولة نشكي بالدولة فما جهاز كامل جهاز رقابي على تجوز السلطة هي أكثر حاجة تجوز السلطة جهاز رقابي على تجوز السلطة من الإدارة التونسية وزير وزير رئيس حكومة حتى رئيس الجمهوري حتى رئيس بلدية أي شخص عمومي تناجم تشكي بي بالعكس هذين نحب الناس كل تعرف اللي يلزمهم يلتجوا القضاء اللي ديري على خاطر عليش صحيح هو قضاء بطي وأجمعنا جميعا وحتى السيد الرئيس أجمع القضاء بطي أونجينيراه له فيما بيك قضاء اللي ديري اللي يخطب الوراق وما زال يبعث بخمساشن يوم من الوزارة ويعود يرجع في البعثين لأني الآليات غير متتورة وزيدا نحب نعرج لهنا اللي عنا 2400 انقاذي في الجمهورية التونسية الكل نعم على 12 مليون على 12 مليون دونك النسبة لهنا صغيرة برشة بتاع القوضات في القضاء ذي عن جنرال القضاء الكل نحن نمجي ديري والقضاء اللي ديري معناه الانتدابات الموقفة من 2016 دونك ذاك عنش طبط القضايا نحن نقرأه فيها ما نحكيش من غادي مشيش المحكمة نقرأ فيه في الدرواء يقريونا على خاطر نقرأ قرار مثلا تصب في 2012 ابتدائي حكم في 2018 مثلا معنا رقارة هكا تحب نجيبهم ونسألوا احنا لسيدة عليش مسيو ستة سنية سبعة سنين يقول لك شوش يقول لك يقول لك راو البطئة ذيه لان الادارة زادت ماطل لادارات التونسية تخليك وعندك شهر هي نعمال موتة بعد في شهر ردة متاح انا مثلا شفت الردة متاع الادارة يوصل اليوم مثلا وفهمة البروستدورة ذكو في نهاري نهزوا مثلا كي يبلغوني نمشي نهز في نهاري ونرجع نخدمها في جمعة ونرجعها معنا ما نفوتش الادارة تعرف كداش تقعد تساعد بش ترجع تفوت هو عندك الحق في شهرين شهر ويتمدد شهر تعرف كداش تقعد تقعد حتى بس شهر الادارة مترجعش ألا تعاقب؟ للأسف سنقول لك الدولة متعاقبش الدولة هذي المبدأ القانوني في القانون الإداري لكن هو اللي يتباطع هو موظف مش الدولة هذيك هي موظف عمومي يتبع الدولة هذيه موظف مش برش عباد لاني شفت مثلا انت توق انت عندك حق مثلا بعت للدولة انا عطيك معلومة ذي خطي الكونكور انت بعت للدولة بعت لهم اه لا وهم خلص تكشي الدولة حتى لو كانت بعتها في ملك خاص معناها الدولة تتعامل ملك عندها ملك عام وعندها ملك خاص الملك العائل خاص تتعامل كالاشخاص العاديين نعم هذيك تعمل عليها عقلة العقلة متنشوش تعمل عليها عالدولة لو انك عندك الحق فيها فعليش على خاطر كون بش يمارس العقلة الدولة الدولة بش يمارس على روحها هذا يجب تغيير جدري في القوانين وفما مشروع نقلو فيه كل شيء من القراءة يعاد هاو رئيس الدولة والد القانون معناتها مفروض هو اكثر واحد هو رئيس الدولة يقاري قانون السوري يعرف هو والد القانون العام يعرف الحاجة هذيه ندائي من اذاعتكم انا رئيس جمهورية قابلته في 2018 في كلية الحقوق العلم السياسية يعرفني بالقدار وتعرف نقولك حاجة رئيس الجمهورية بدأت نسلم عليه أستاذ نقيس أستاذ نقيس أنا مانا معجبا بي بالعربية متاعه نعم قلت و نقرأ درواء هو في بلو عادية طفلة عادية نقرأ درواء وقتها في 2018 ياخيش قالي قالي ربي ناشح قلت له أستاذ يراني أنا أستاذ نقاري في الفاكة قلت كنتراكت ويل في الإنسات قاريت في كنتراكت ويل في الإنسات وعملت فاكاسيان بعض قالي تقري كيفيش ما فهمش هو بدو ما وقتها سألني رئيس الجمهورية قالي شنوه قلت وراني نعونا دكتوراه وراني نجاعة نقرأ قالي صحيح معناه حكام معي بالدرجة وفرح اللي فما شكون رجاعي يقرأ قانون يا سيد الرئيس الجمهورية نتوجه لك تو فما مشروع قانون كان يتعدى في المجلس النواب لكن معنى مش مجلس النواب انت يخوذ القضاء اللي داري أول حاجة انت مكتبت تخمم عن مواطن التونسي وتخمم عن مواطن معنى هايز من تجيب حق المواطن من الدولة وقت الدولة تظلمه خاطر الدولة عندها السلطة العامة عندها صلاحية السلطة العامة يعني هي أقوى منها لو انا جين عارك دولة مش تغلبني بانسورة عندها الشرطة عندها الحرس عندها اليدارة عندها المطار عندها نحب الفسر العبيد نعم عمنا مشكلة في الثقافة القانونية يا سيد الرئيس الجمهورية حان الوقت ان المواطن يبدأ عنده أولوية انه ياخذ حقه كي يتظلم في أي بلاسة في كونكور الدولة مثلا فكله داروا معناها تجاوز سلطة جسد جاروة اللي عنده بلدية ولا رئيس بلدية حبي كيك يعمله معناها بونتو فيه يا رئيس جمهورية رأوا في مواقع تاوي يلزم نتلفته للقضايا الإدارية في قضايا تجاوز سلطة لأنهم قاعدين ينشروا ناس كل ولد بالحق معلومة هذه شفت هم صنعوا معلومة قبل كانوا يتبقوا الإدارة كان نزوز إدارات كانوا يتبقوش كان الدفاع بحكمك تخرج من وزارة الدفاع أنت كنت موظف غادي تنجم مثلا تعاشر عباد معينة دون كنت تنجم مثلا ما يدخلوكش ما يراجعوكش مصعيبة مش يدرجعوك للدفاع ولا للداخلية فما أسرار فما عبد مثلا يخرج من الدفاع أنا أعطي مثلا كان أخرج من وزارة الدفاع مثلا ظلما والمحكمة أنصفتو تقول لك ما نراجعوش سهل يجب نعم بحث أمني شكون خالة تكل بريود وشكون مع شكون قعد نعم وفي البحث الأمني ذاكت يجيب بك اللي ما يراجعك ما يراجع وقت لي صارك له مثلا عرف عبادرة مثلا إرهابيين مثلا لكن الوزارات الكل تطبق أما شنو يعملوا هما يحبوا ما يطبقوش يجي يقول لك أنا أحنا مانش مرزمين بالتطبيق ووقت هالو كيف تعمل أنت كيف تنفذ هذه الدولة فيك تنفذ عليهم أنا أعطيني ماذا نعملك أنا لا أطبق صحي أنا توكي يجي سيد وزارة العلماء يقول لك أنا لست ملزم بتطبيق قرار لمحكمة الإدارية ما يحدث هنا في قضيتي أنا تختلف أما فيه أنجنيرال كان يجي وزيرو يقولون ما نطبقش وقتها أنت تطبيق التعويض على كرامتك يجيك فلوس وأنا لا أقبل أن أخذ التعويض أنا لا أقبل أن يجي فلوس أنا نشيت لهم قلت لهم رجعوني لولا ونعود نعود دي مرة أخرى خاطرني أين أخدمت حقي يا ذاكا كرامتي يا ذاكا تعبي لماذا كنت تختلف لماذا سيد وزير من الجمش يقول لست ملزم بي لا نجم يقول لي لا نجم يقول لي ما نرى لي مش مش نسكر تختلف الرد متاعيانا ليس رد الوزير هل نقول لك عليش على خاطر في القضايا معناها أي قضية نجم يقول لك أما وقت اللجنة تبدل وتصحح فيها وقتها ما عارش نمشي في تجاو سلطة كهو وقتها نمشي موظف عمومي افتعل الوثيقة رسمية جزائي جزائي أخويا يعطيك الصحة لأدبارة اللي دبرتها بعدما وليد الدكتورة مشي تقريد شفت كيفيش قتلك جزائي مع أنت خاطر قرات قانون تصحح أنا أنا شوف نقول لك حاجة أنا ما عنديش ما عنديش مشكلة حتم أحد أنا إنسان أغلط أنا كنت أغلط نقول سامحني وتنالش بشو فيسبوكي كنت أغلط في حق عب نقوله سامحت تعلمت حاجة في القانون إنه بالعكس ما توصلش بالخطاء أنا حتى كنا نعمل عملة فيه مثلا في المركز مثلا هيزوني المركز ونعمل عملة وأنا عملتها نقول رأني عملتها خاطر بش نعرف شهادة تزور وشني تكلف الاعتذار من شي يم الأقوية والعظمية معناها القانون يعلمك مش حتى الدين ولا ولا نعرف دين تسامح لكن هكا تشوف أنت معناها في اللعبات سيدنا عمر وعتذر نعم لكن إنك تقرأت دروات تعرف الحقيقة هي أهم حاجة إنك تثبت وتنجم تثبتها طال الزمن أم قصراء حتى بعد عشر سنين الحمد لله أنصفتني المحكمة ولوزارة ما نعرفش أنا بالعكس نرمال مو تفرح لوزارة اللي بيش تصلح هذي ما فهمتوش اللجنة قاعدت هي بيدة ما لتظل دعونا نحكيوا على التظلم مثال سينا، لست دعونا كما يبدأ عندي لجنة مثلا أنا لدي كمفلي معه أو كمفلي من المعراف Watch أنا لدي قضية معه ليس كمفلي وظلموني وعركة كبيرة معها عركة قانونية ليس عركة للبرا فيها عركة قانونية بالقانون مش تظلمت في الإجيل خطر عندك كان زور في تتظلم عن تتركيبة اللجنة تتظلم عندي كنزور عربتها اليوم من أجل عاما مشيت تظلمت وعندي هاو برقة ونمشي لسيد المدير العام مرتين قالي هاو الوزير مثلا ما نظرش خطر برشة ليجيني كل شيء برشة مظل التظلم التوقي لحد اللحظة ما زلنا يمكن كان نعاود نعدي كنكورة عند نفس اللجنة دونك انت نفهم انا اللي تظلمت التظلم اللي عملته كونتر اللجنة ما لازم هاش تكون نفسها اللي انا كنتي شاكية بيها اي 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 انا ظلمتني تضار بمسالح معنى اي اي واشي خلوها هي بيدها ومعناها مفهمت شنو انا مش مش كلتيني راي مع اللجنة في ذاتها ولا السيدها ذاكم من كنا نقول لك انت قبلها من بارها يا سلام عليها مرا وعادي انا مش كلتيني مع المنصر ريت انت كي يكالفوني انا مثلاen اتو وغموثلت الطلبة مثلا انا مثل الطلبة انا موجتك ليفرا ومش ادارة لكن كننقصر في حق واحد ونحسها معنى نعرف اللي انا قصرت معنى كوتل النجم نعمل مش مستحيلة لا نجمش نرجد بالله دكتور ربيب عندي سؤال من قليلة هو يدور في رزم مثال ايساك يحلوا هم الكونكور عاودت صبيت صبيت لكي نبين ان ليانا ما عندي مشكلة في الدوسي انيانا دوسيه ها ومش نعود بالعكس انا عندي انظر تيكل معنا زدت على الستة هذوكم زدت خمسة عاش عينيك وزدت واحد توا هوا بشي يخرج ان شاء الله نسانا فيه سيضبيته في جورنال وكل مباكتين نحكيلك على الأمر كل مدوا عم تأثيره لا لا اكيد انتي توا بالله انا مش تخيل السيناريو تصور انتي توا في اللجنة هذي نجحت وانتي عندك قرار اقبل اللي انتي ناجح انصفدتك المحكمة الادارية ايش عملنا توسيتك هك ناجح شوف نقول لك حاجة كنت لحكي لها زميتك المعددة قلت لها مش مشكلة امنة قلت لها رو ناكل ما انا انا شخصي انا حربية برش عبيت تعرفني حربية كارتابة كانت هزة فوق ظهرك توا 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 لا يا حربية في حياتي في مصروفي في ماكلتي النجم لك خبز وماء مش ماء معناه بالضبط خبز وحليب وانا كي ما امدعنش فلوس نمشي نشري دبوز حليب خطر كبير طاية متاحة ونشري حكة هريثة اللي ماتقابلوش جملة مبعاظهم وخلطهم وانا كلا خطر نحب هزة معناها النجم نعيش مغير فلوس هي صحيح حقي انا قلت لهم حقي معناها في اني نرجع نعمل بحث فراني انا ما عايش قادرة نعمل بحث انا شخصيا من 2020 كانت شوف المنشورات قبل كاشنونشر في العام ثلاثة للدولة التونسية كنت شبتهم بحوثهم بتاعي ايراني انا كنت شبتهم بقانونيا وبش نشكي للبرة ونقولوا ما نحب نحلب بحوثهم بتاعي ومناخذ عليهم حتى فرانك حتى السيدة اللي معايا ياخذوا القانون يقولك انت ما عندك حق تاخذ لايزي ما ناخذش عليهم فلوس لايزي ما تحسبوا ليش في الكونكور ولايزي انا ما عايش قادر نعمل بحث كما قبل انا نفسانيا ما عايش قادر نحلب بسي مش نقول هلو انا سيد الوزير انا ما عايش قادر نحلب بسي ونبدأ حنحلم ننخمم ونعمل ميتود ونعمل حكاية كما كنت نعمل اقبال قبل نقود لاني في قهوة ولا في دار ولا دار ولا دارنا ولا في فلابو يقولوا لي كيفاش تاخذ ماذا كل بحوث تعمل فيها شنية الطاقة اللي عندك وهذي طاقتي خارجت في القانون طوي نحن تشوف انت كيفاش مرت نحكي في القانون لاني عندي طاقة كنت مستغلطة في البحث خليوني معاتش كما قبل انا حاشتي ببرد كرامة قبل الفلوس وقبل الخدمة وقبل كل شي لاني الانسان ينجم راو بعشرة ريف رغماني انا انسان يقرأ باكتلو سمحني باكتلو سقدش انا عمري ترونسيس وقاري ونشحال باكتل عمري ثمنتاش اي معنى عندك ثمنتاش نصنات دراسة اقله اقل وحاجة ايه ما اعمى امام عندي ايه سد يقولني مايسيرش نصبروا مع الدولة ما عنداش فلوس ايه كدا انا مايسيرش هاني لم ينخلص 1 250 مليون في الشهر ودعم ايه نقوليا يا رب بيوليك الحمد اما كرامتي ويني كرامتي كباحثة كنت في التلفزة خرجوني متميزة وجاء وقتها عندنا بحث علمي وكا التونسي انجحت في مناظرة وطنية ايه ما推تها اسمعني يعني كيجي وحشتهم بيك معناها كدولة طب دحاشتها باش تباين هي يعطوهم الصحة التالو زي ما نحكيك الدولة كتحب تباين اسمي في منظمة الصحة العالمية يا أخويا نوري هولكتاو عندي أربع بحوث راتذة بحوث مشورية في منظمة الصحة العالمية على الكوفيد عنها كتكتب على الكوفيد معناها يقولوا عنا باحثات وباحثين خدموا على الكورونا تجيهم بعد تلقى روحك لا نحب نزيد أكثر لعبات نقولوا دي ما أقرأ و دي ما نعطي لزان بوزيتيف اللي نبش لعبة تقرأ لكن فما المنمو مش تكرم علماء اكرم علماء اللاكيتا أي دكتور يحمل شها الدكتوراه سواء عمل بحث قوي ولا ضعيف شجعوا تو ينتج تو يعمل احنا لا تشجيع ولا فلوس ولا تشجيع معناها مورال مو يجيك تبطبلك على كتفك المسؤول سيري شراني معاك والدي نبنيو اذيها الأرض ومتاعناها نبنيوها وزيدة فوق هذا الكل كيف تظلم وتظلم تظلم وتظلم تظلم وتظلم تولي عدو بالبرشع بيت توريت لسيدة الكل فرحاني انا معروفة في الكليات الكلتا معنا ببرشع بيت يتكلموني برافو رابا برافو عليش هذا كل ما تشجع فيه لسيدة تو تو حاليا فبعد ما بحث قضية تجاو السلط مش خطرني يعرفوني يرام يعرفوني الشخصيني ممكن انت بكوش تعرفني خطر هو الظلم وقبله من اجموش يعملو حتى شي نعم اكيد اسمعني انا منشي عن الاجين الكل راه فما الاجين قلت لك تخدم راه من عموش الفساد في تونس راه فما ناس كيفية نتوكي نقول نخدم ارتكل هذا يعني عندي ضمير كنقاري طالب ضمير ورجي شيح معنا عندي ضمير في كل ميدان عنا لعندهم ضمير وعنا زاد الفساد في الإدارة موجود رئيس الجمهورية مش وزير رئيس الجمهورية يخرج يقول فما فساد في الدول انا كيقول فما فساد مواطنة تقبلوش؟ لو مكنش فما فساد مكنتش المحكمة الإدارية تنصفك يعني هذه المحبوش يفهموه مش سهل تربح قضية تجوز السلطة نقراو فيها برشا قضايا ترفض نجيب لك الفقه القضاء الإداري أول قضية في مناظرة انتداب خارجية لأستاذ مساعد أول واحدة تتربح دي جاء أنا وقت اللي ربحتها وبعثوا لي لديت هذه الوانطق الحكم اللي عندي راني مش فرحانة مش قلت لك حاجة بركب ومغير من نعود ونحكيوه أما بصراحة رجعت لي شوية ثيقة في النفس وفي الدولة ما الذي يمنع وزارة التعليم العالي بيش تتدارك خاصة أنه صدر حكم المحكم الإداري أنا فهمتك نفهم فيه أي شنوه المانع طوانح حكمتي المحكم والشي هاو قدامك واضح فهمني ما تحققش هي فيه وما تجيش هي تعمل تحتيقيا مثلا فيه بالعكس هي بطيط الخطر المسألة تاخذها برسونال ولا شنوه أطف السبب أنا أعطيك أن شبه وزارة التعليم العالي بالأب دعنا بعضه شوية على الشيء الأب الأب والأم كما تحب خطر أمنا الكل هي وزارة التعليم العالي أنا عندي مثلا أم تضرب في ضربتني على حاجة ماشي صحيحة أنا ما عملتهاش عادة الأبي حتى الصغارة ما يقولوش سامحني لذيارة وحتى في ذقافتنا أعزت نفس أعزت نفس وأنا أبوك وأنا أكبر منك مثلا نحكي أونجا لا لا نحكيش ألعب عود بيش يصالح غلط ويعلم أولده كلمة سامحني كل شيء بالعكس يقولوا أولده ما نشغالك بابا ما عملتش ولا أمي ما نشغالته ما عملتش بالعكس يتمدى معاه ويقولوا لا عملت ويعرفه من الداخل اللي هو ما عملش لأنه هو يحب يظهر كبير في نظر صغير أنا شخولي ابنية صغيرة وهم الأب أمتي هي لكن سمعني ربيبته هوا تعديوا عليك ثلاثة وزراء معنى أنت الوزيرة اللولانية هذه هي معنى الثلاثة تعاملوا بنفس هذي اللي تعاملوا مادام لبناء أستاذ ما نعرفيش أنا ما مشتل هيش خطر هي وقت لي خاص ذر الوحدة هي مصحة فيها من خرجت من بعض الرزولتها رائم مخ هي مصحة في حتى الوقت مش حطيني مفهمتش عنيش مش حطيني لحظة بالك خلنرجع نثبت من حاجة طو أنتي أشرت إليها السيدة الوزيرة وقت صحة الورقة بالموافقة اي 21 قوت والرزولتها رأيني هنا وصلتني بجواب واحدة ثلاثة ثلاثة سبت عمر دعون كان ما خلطتش عليها هذي السيدة الوزيرة خطيني تبدلت ديريك شبط على اللي قبلها وبالعكس اللي قبلها من لو لقات لي ايه طوى شوف لك الدوسي ورئيس الديوان استقبلني في بيرو وقال لي اينا يا رانيك الضلم تقبل وكان في جندوبة وحاجة من هك وقال لي رأي الظلم موجود بارتو نحكي لك معناش نحكينا على أورجنال الظلم ما احنا حكينا ما زل ما شافش الدوسي بقتها قال لي موجود المشكلة شنية المشكلة فى إدارة تونسية الوزير سيد الوزير يمكن ما يكبر قبل كيغان بن علي مثلا ما فهمتكم مااني فهمتكم دا يعمل هكا خلن شبه بن علي غلطوني غلطوني هذك هيا وصلنا هيا الوزير يشدر الوزارة وحتى رئيس الديوان ما حاجة نصلوش والذي يحبوا يسمعوهولو سمعوهولو انجينيرال معناه فما عبيد راهم كمبيطان فى بلايسهم ياخد مغادي فى الوزارة بالعكس محبوبة غاديكة عند برشع بيت حتى نسلم علينا ودخل نسلموك وخطى الموستانسوبية ماشية جاية ماشية جاية وفهم الكعبة المشكلة فسطة كمبيطان فى انجينيرال نحكى فى شخص كان نحس روحه واحد مامسوس لو هو بالحق اللى نحكى عليه انه هو يبدأ يكمل فى الفساد وبالعكس هذكى الحاجة اللى خلت نحنا هكاية فى الدولة التونسية لانه الخدامة والعباد الخدامة دى ماتش بدروا حال تالى انا نادى ندائى الى وزارة التعليم العالى الى ساد الوزير يحل تحقيق ويجيبني انا شخصيا حتى ابرل حكم الإدارة يحل تحقيق فى وزارة كيف يضمن الى الاخرين لا تضلموش خطر برشا كلمونى سيد الوزير على الميلا على فيسبوك انت تقرى فيسبوك برشا عباد ظلمره وروا حرامة انهجوا لدكتوره برشا عباد هجت البره خارجت السعودية خارجت القطر خارجت الفرنسا خارجت الامريكا عنا توصى صاحبت فى امريكا لماذا كانت اخرجت امريكا انا بحثني ما مشيتش اما فما عباد تخرج اولا نقرأ درواز مرتبطة بالقانون حاجبني حاجة شيخة عليها نقرأ نعدي فخر العام وما نحضرش كانت ديات 3 تسويع فى الجمعة مش حتى مش تقلقني فى الروشيرش مش تقلقني فى حد شاي وساعات ندخل مش فما حد شاي وما نفهم بتدية كل شاي البروفا بيتعمل التلخيص متاع الكور انا ندقل الوزر التعليم العالى سيد الوزير انا شخصيا نحكى على روحي لا رئيس جمهورية لا وزير التعليم العالى لا رئيس الحكومة لا حتى حد انا كونتر الظلم والفساد انجنيرال خرجت في مظاهرة رانى مقتلعة بشى اللى نعمل فى حتى في مظاهرة اعتصام معناه حتى اخر مرة خرجت مع اصدقائنا انا محام اللي بيش يعدي ومحامات كل شاي مية وخمسين فى ثمانية الاف ولا قداش متخرج من ناخذ ديبلوم متاع قانون مية وخمسين واحد خرجت انا الوزيرة ومنعرفاش الوزيرة رانى منعرفاش فى الشخصة نحكى انجيرال احنا مواطنين بالعكس احنا اللي تحفظوا علينا اللي بلغوا اي واحد من الدكاتة اللي تشوفاهم قاعد يجري باش يصلح المنظومة نرمال مو تستقبل وزارة التعليم العالى كايزين فى الدولة معناه كيمة امريكا وكيمة الثقفة معناه وعند الثقافة القانونية بالعكس ناخدم معهم نحنا عاطفيين وناخذوا كل شيء ترسونيل هذيك المشكلة هذي من اخر مشكلتي مشكلتي انه مخذوها المشكلة متاعي كأنني مستته فى اخوه ولا فى اخته وليه حتى اللجنة رانى ما مشتش احكيت عال اسماء متاعى اللي فى اللجنة انتي مل يجيت وعندك ساعتين مشبت حتى واحد ايه؟ تحكي لجنة لجنة نحكي عاللجين ولا لجنة نحكي وعلى حاجة فى القانون الادارى على هيكل من هيكل القانون يدالى سواء اللجنة وإلى المناظرات اي حاجة نقولها انا رانى النجم نجيب لك وثيقة عليها ونأكد لك عندي وثيقة ما يتبط كلمة معاينات من معدل المنفذ فى الكلا انت هاو تدوسي هذا شوية جبتك خطر جاية ماما بايت كان ما بشنخت مصيحة لا لا مزيل شوية مزيل عنا توا بالضبط سبعة وخمسة تناش ماشي ندخي ماشي ندخي فى مدام ندائي وزارة العالى انا رانى كقريط طلب فى مشكلة متى طفلة اسمها رحمة الخشناوي نشبدها خطر طوريتها اليوم رحمة الخشناوي انشالله تستطيعها وتتحكى مع المراخ رحمة الخشناوي هي ناشطة بالوجيت وفى الظاهرى انا مفهمش فى الحكاية انا بنتي الوجيت ومعناها مستقلة مستقلة من بره معناها ما نش داخلها في الوجيت نشطة على خط الوجيت تعجبني في الوجيت ويعجبوني التوجه على الوجيت اكثر من الوجيت ايوم معناها انا كفى شخصي لكن رحمة الخشناوي انا قبل حتى كنت غلطة فى ومطلبت من اسماح شفت انا طلب اسماحكي نغلط فى عبا مشت الهين اراها من الفاكمة قلت انا سماحني شنو فى شنو فى شنو فى شنو فى شنو فى شنو یہ تغررها نموات روازيمانيه فى لسانس عمرها فوق ثلاثين سناء ورغمي معنش حق ما قلنا نذكره بالنسبة لم يكنت ارى ايوم عليها استعدى ارواه ومقلات لا اعجبوها مزورة هي عندها مشكلة بوريتيك مع ادارة انجنرال سوا عمادة سوا مع الفاكمة تعايا افصل الاشياء يا اليهي انا مش ندافة عليها خطر بنت الوجيت انا قلت لك مستقلة معناه ما عنديش حتى انتماء مع حتى احد نعم افصلوا الاشياء طفلة عندها متير بركة مش تعودها رسموها تعاود المتير كان دوبرة طردة عندها متير بركة تجري عندها تتسليم مش تعاود المتير مش تاخد لصاص في العمر دخلة الحبس مسكينة وكذا ما يمنيش فيها توجوهاتها السياسية انا قلت لك ديما نفصل الاشياء بضبط احنا نحكيه من زاوية اكاديمية اكاديمية انا اتت اليوم تاعي بالعكس انا مع التعليم المجاني والمتناهي فيما عباد عندها ظروف نعم فيما عباد عندها ظروف ما تشتقل عن هذه كما جابت ساحتها كما اللي قلت لك بكرت حكيت معناه سيكل دانجانيرا اطرد كيفاش دانجانيرا اطرد كيفاش دانجانيرا اطرد وبالباك بلوز ديزنوف ديزنوف معدل ومالكاتورز مونتي طالع جيف الاخر على خاطر الغلطة عملها ولا حتى ضاع نفرض ومسكين ضاع عامين ضاع لا ننقضوش كدولة هذه كالطاقة الباك متاعه 16-17 دونك ربيب توا كانت تقول لي فهل ما تبقى من الوقت هي في نفس الوقت معنتها كلمة حرة وفي نفس الوقت تقول لي توا اين يتجه الامر هل تستجيب وزارة تعليم العالي لقرار المحكمة الادارية التصورة تستجيب على خاطر عليش التصورة تستجيب وزارة تعليم العالي شعار هتوى الرئيس شعاره اسلاح الفساد ومقاومة الفسدين والفساد شعار والمواطن وكل شيء لانا انا ما نصفتني محكمة عادية انا ما نصفتني محكمة الادارية اللي هي في قضية تجاوز سلطة الادارة مع مواطن عادي يعني يحمل جزء الجنسية التونسية مواطنة وعندي حقوقي وعندي واجيبيت عدد في الدول انتي لانا شعار هنتصور هكا وزارة تعليم العالي وزيرة جديدة معنى هذك عليش يشوف في الدولة كيف تصير خاطر ما نزل معين عندوش معالش من شهر اما نتصور بشي كي يخرج القرار معلل ومحيث كما نقوله في القانون خاطر ما اخرش من الكتابة هنستنى فيه بالرجل ناشف كي يخرج القرار محيث ويشوفو نتصور نتصور بشي ينصفني وتكون سابقة في وزارة تعليم العالي انه يحاسبو كان واحد تجاوز السلطة متاع موظف عمومي وبالعكس ننصفو الشخص كانت تظلم كي تكون هذي بالعكس ناريخة بعد 100 سنة يتحكيه القرار هذي اللي الوزير أنصف مواطي تقادلوا في تاريخه معناه تقعد نقطة موضيئة لرئيس الجمهورية وللسيد وزير التعليمي وكل المسؤولين السمين في وزارة تعليم العالي انه لما تضح حق الدكتورة ربيب التويتي ترجعنا وهو لها افيك بانكور ايه لا تبقى تبقى شئي انا حقي كاوه وهي تزيد مع الدكتور ربيب اللي نحييه فيها انا انها من قبلة تقولك انا راي كرامتي قبل ربما تعوذات المالية تقولك انا كرامتي وبالتالي هي معت حتى اللي طلبتوا مش برشا لاني معتابين لي بابيو والكومينيكاسيون متاع هانا شفتهم في الكوليس مع انت بالحق مع انت حاجات نقرالك الكومنتر سمحني قبل ما نسكره نقراش كتب علي واحد من اللجنة معناها في دوسية كنت بكري بش نوردي كما نقطل إليه إن شاء الله ما زال عنا نوقع قال مش نقولها بالعربية مثالش فترب الفرنسية كتب بش نقرارك لك كتحبوا الزو وزي ما ما يسيرش لش نقولها خطر المستمعين سي ببليكاسيو معناها نشرياتها دون لي ري في كونفيرانس انترنسيونال معناها في المجلات والكونفيرانسيات الملتقايات العالمية تبين قيمة بحثها معناها حاجة معناها كاليتيك نقوله نوعية نوعية تباية تقديمها جيء معناها صحيح جدا دون لنسمبل دمون ترسمت ريس دو سجي يسي كاپاستي تباكوجيك هاو لولو الثاني يشاهدوك منها كارا مش نفس تكليم ما نفس المعنى نعم ما نفس المقرر شاهدوه اللي أنا بايا اللي أنا خدمتي بايا وليسي بايا ما نفسك ما نفسك ما نفسك قال كل شي هو قال لنشتريات عندهم قيمة وقال أنه مع طريقة تقديم تقديم معناها التريكوريك صحيحة جدا ما نفسك ما لا يعيش انت كعملت تظلم مسألت التظلم في الأجيال متاع الشهرينة ديك ما تحل شي معيط لك حد ما ما فيما يش محظر جلسة على إثر التظلم متاعك ما اجتمعتش نيس لا ما ايه كي اجتمعني هات هات ما يطلق اجتمعتك وين اجتمعتك اشانا قلت لهم كي تجتمعوا وحتى كي تجتمعوا موهما مش حقا الدفاع مكفول رافيض نعم لا يوجد كله هما علش سمحني علش موظف عمومي يتقدم التأديب متاع ويزم هو يكون حاضر يجب مع محامل نعم نعم قالوا لي من غاد الغاد يسيبوا ورانا احنا ماشو غلطين للجم هكا هو ذيك اللي سمعتم هكا هكا اتجهت القانون راه قبل المحطبة ايه او الحجنة ضلمت في هيئة النفاذ المعلومة بخطيط البيض بعدها مشيت الموافق الاداري يعني هذيه تبع رئاسة جمهورية الموافق الاداري هو الهمس الوصل بين المواطن ومع الموظف العمومي يتضموا ادارته نعم نعم مشيت المجس النواب خطر بحكمة من يلعب دور الرقابة مشيت المجس النواب في اشخاصه انا راه طبعا مشيت المجس النواب بحكم هو الدور الرقابة يلعبوا على الادارة معناها خطر وصلتوا شريئة اقوم سلطان في ذي نعم وده جاهث الى المحكمة خطر القرار الاداري في بيت القرار الاداري قرار اونجينييرا انت حكم المحكمة حكمة ذي كنسميه نعم عنده صبغة اتصال قضاء اتصال قضاء ما عاش نجم تثيرها مرة اخرى قضية معناه كان انت خسرتها او ربحتها اه 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 اعلى قيمة من قرار وزيرة في القانونة اما تطبيق من عرف تطبيق ما نعرفوش لذي رلدائي مرة اخرى سيد رئيس جمهوري ثلاث دقائق رلدائي رأس كم سيد رئيس جمهوري سيد رئيس جمهوري سيد رئيس جمهوري نعرفOUT ان يديك مراش حاجنات في الدولة وننشوفهم نعيشوا فيه ثم اولوية للمواطن على الاقل هلعلممي حاجات معاينة حتى ينفذوا قراراتهم حتى تبدوا تصلح انت كان موظف فاسد كيف ينفذوا قرارة المحكمة يأتي بعد وقال ليه نرماني يقعد عادي كانت أدبه وعرفه وعرفه ويبدو أصحابه وياه ولا زملاء ولا والجار ولا والدعمه كيف ينفذ نعمل وقتها القضاء الإداري يجب أن يصبح أكثر أليات يعطيه للتطبيق وزادة شيئا أخرى يولي ملزم وفما زادة الهيئة النفذ المعلومة يصبح تعميمها في كل الولايات تصبح ثقافة لا هي حتى اللي أخذ مفاهمة لم يعدهم كان الأساسي لم يعدهم مقدار سبعة سنين ملتوما يخلصوا دي كونتراكشويل كيفنا ونحيها نظامة ذي متاع فما الجسم تفضل ليه تفضل الدكتوراه شهادة الوحيدة اللي يزم يستعرف بها الوزارة بش يدخل واحد يقاري طالبة أنا طوى مثلا كطالبة ما نقبلش سيح قبلت في وقت ما لكن لا يأتي يا سيد الوزير تعالى العالي يوانا ينزل موجود هز معنا الدكتورة متاعنا قريفة الليسي لم يكن حق قريفة الليسي والأستاذ ليس شخصية نعم الحق يجب أن يقف يجب أن يقف يجب أن يقف الحق الملاحقين الذين لا يزالوا دكتوراه خلوهم في الجامعة لا يوجد دكتوراه كيف رجعوه من الوزارة التربية خطره البحث العلمي مهم جدا بش أنت تنقله للطلبك فش واحد لا يعمل بحث علمي يجي قريني كطالبة نقطة أولى السيد الوزير نقطة ثانية الكونكورات في عنوان 2018 ويتحال في 2022 وعدي في 2024 روى قانون إداري لم تفهمتش أكله الحمار أنا بصراحة هذه مناظرة بعنوان وكذا وتتعدى ما حصلت الانتخابات المتعليجين في 2017 ويقوموا في 2017 ويقوموا في 2017 ويقوموا في 2018 سيد الوزير قانون منظم مناظرات لسنة ألف يقول لك لسنتين متتاليتين وليس لدورتين متتاليتين معناها 17-18 يقف غاد ويقوموا في شرعية اللجنة ويقوموا في المتعليجين لكن للأسف في تونس حسبوها دورتين وليس سنتين سنة 35-364 يوم حسبها دورتين لا تبدل قانون عادي على الأخر لكن كمتناظرة صار محظر جلسة يا سيد الوزير ومبين الوزير ومبين الوزير كان مفهما يقولوا أنه يخذ حقه بالقضاء هذا من استنتجه القضاء انت وزيرة صح في محظر جلسة وتقول سياقع ونشر الشبكات تقييم قبل تلقي اللجنة الملفات توا قاعدة نسمع الملفات تمشي لليجين وما صار حتى تحبها تشوف الدوسي وبعد تقرر تعمل تعمل شبكة كيف تعمل الشبكة على الأساس شكرا على صدر شكرا على صدر لا لا أنا هني دكتورة ما بنستاذي أمنا ما أعطيني تقرر إذن دكتورة ربي بتويتي كلمة هكا أوبن معناها في أنا بشرت جهر الشباب إذي عليش خطر أنا ديما نقرأ قريء نقرأ مع صغار عمرهم 21 22 سيد وزير التعليم العالي فيما السحاجات فيما منذوي الإعاقة الموجود في الفاصل مدستور وفرون المقاليات بشيقراو لو مش معقول ما نشوف حتى مدسان من أصحاب ذوي الإعاقة ديجاه هذي إقصاء من الباك انتي وتخليش من ذوي الإعاقة اللي ما عندما ما يشوفش اللي ما نجمشي يمشي كذا يكمل في مهن معينة هذي اسمه إقصاء سيد الوزير التأتم بالطبق فمشكون عمال بادرة حاجة بها ركتوران مانار يرحموا ديال لكن يلزم تفعيل آليات معناها إمكانيات كبيرة مش مقتصرة على معناها عمادة وإلا على فاك وإلا على مدرسة هذي سياسة الدولة يلزمك تعطي قيمة خد تاخذ في اعتمادات من برا انتي سيد الوزارة وإلى الحكومة تاخذ في اعتماد من برا للعبدة ذوم وثاني حاجة يلزمك طلبة برشا ناس كامل الليسانس ولا تتهجتوا ولا معناها انجينيور ما عاش يقول في تونس يلزمك توفروا توفروا يا دولة ووفروا روحا هجرة متاع كافأترا مش نعيشوا عشرة سنة أخرى تصحر متاع مهن اللي هي الطب الهنسة برشا مهنة أخرى مهمة ياسر لبناء دولة إذن إن شاء الله ندائك وصلتك وما ضاع حق وراءه طالب وما ضاع حق وراءه طالب إذن مستمعينا الكرام كنت استمعت للقصة كاملة للدكتورة ربيب التويتي في نفس الوقت هي متحصلة على الإجازة في الحقوق لحقيقة أسنان أخذها إن شاء الله إن شاء الله ربي ينجحك وإن شاء الله ربي ينور ذاتك نداء للسادة المسؤولين في وزارة التعليم العالي طالما المحكمة الإدارية أنصفت الدكتورة ربيب التويتي معاناها مفاهة بيس الاعتراف بالحق ليس هو فعلا من شيام العظماء واحنا نتوسم فيكم كل الخير ونظن أنكم ستستجيبون لقرار المحكمة الإدارية دكتورة ربيب التويتي والله شرفتنا نعتذر على اللحظات اللي كانت مؤثرة شوية اللي صارت في الحسة هذه ربي إن شاء الله يفضلك وربي يبرك الله فيك أمنى بوخيت مرسي بوكو على الاختيار الأغاني وعلى الهنسة مستمعين الكرام شكرا جزيلا لكم لمتابعة من الجامعة نبني الوطن تاريخ السلمي